شو القصة بشو بدك تخبرني ريهام ممكن نحكي لحالنا اذا سمحت اوكي ما فهمت شي ما كان في اي كاميرات مراقبة بالكوخ وما في اي دليل ضدك عادي لو سمحتي شو القصة او رح خبرك عادي نحنا بهالسنة مرينا بكتير شغلات صعبة ريهام بلشنا من الصفر وبنينا حياة جديدة وخلال هاي السنة انا مشاعري تجاهك اتغيرت وصار في شي كتير حلو جواتي اتجاهك انا كنت مستغرب وما بعرف كيف صار هيك يعني بس انا بحبك ريهام شو عم بتقول بدي كون معك طول العمر انا بحبك كتير انتي كل شي بالنسبة الي ريهام لو سمحتي خليني اثبت لك هالشي لحظة غايس ما عم افهم من وين طلعت هالمشاعر هلأ شو هالحب هاد وقام تبلش ريهام انا ما بعرف يعني فيك تقولي انه كل شي صار فجأة ليكي انا بعرف مشاعرك تجاهه بعرف قديش بتحبيه لجان قريت حبك له بكل فصول الكتاب وهالشي بيوجعني كتير بس انا غايس مو انت اللي نشرت الكتاب ايه ايه انا نشرته وحتى اذا رجعت فيني الزمن بنشره مرة تاني انا بعمل اي شي مشانك انا متقبل الفكرة اكيد فترة وبتمر رح نتجاوزها سواء انا واسق من هالشي غايس ما فهمت شو بدك تقولي هلأ انتي بتقبلي تتزوجيني ريهام بدي نعيش سواء طول العمر بصدقيني اذا قبلتي انا لأ لحظة شوي ليك بظن انك مشوش هالفترة يمكن لانه نحنا دائما سواء تهمت انك بتحبني مو ريهام لو سمحتي لا تجاوبيني هلأ جان بيعرف شو اللي بيعرفه انت لما كنت واقف مع جان قلتله انك رح تعترف لي بشي واجي تعرضت عليه الزواج يعني جان عم يستنى منك تعرض عليه الزواج ما عم افهم حاسة اني رح اجن عن جد ريهام مو هذا موضوعنا هلأ انا عم اعرض عليك الزواج غيس نحن رفقات مو اكتر لا 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 تعطيني جواب هلأ لا تجاوبيني فكري شوي فكري بحالك وفيني فكري شو عملنا وشو فينا نعمل سواء يعني خدي وقتك وفكري بهدوء ريهام ريهام شو قال لك هو قال لي كل شي مبسوط انت ارتحت ريهام ما عقول كنت ناطر هون و هو عم يخبرني بالقصة ما عقول لهالدرجة ما بهمك لك عن جد انت رح تجنني ما عطرفت لريهام ما هيك؟ انت ما معك تسجيل لانه ما في كاميرا اصلا حاولت تعملي فخ بس ما زبطت معك ابدا طبعا زبطت كيف ما زبطت كشفت حالك قدامي انا هلأ اتكدت انه انت اللي حرقت الدفتر و رح يجي يوم وتوقع غيس انت ما فيك تثبيت هالشي ما في داعي للإثبات ريهام رح تكتشف الموضوع اللي حالها مين بعط لك الرسالة؟ مين خبرك انه ما في كاميرات؟ اوحك غيس اوحك شو رح تعمل يعني؟ رح تقتلني مثلا رح تعمل لي إعاقة تانية ضربني يلا يلا ضرب جان ما رح فوت معك بهاللعبة مرة تانية شو قلت لريهام؟ شو اخترعت الله؟ ريهام انا عرضت على ريهام الزواج يا جان عرضت عليها الزواج حلو كتير اساسا انا من الاول كنت عارفا انك بتحب ريهام كل الوقت عامل حالك رفيق او هلا ما عط فيك تخبي مشاعرك ما؟ لانك خفت ولما تخاف بتبلش تغلط بس انا بعرف شو اعمل رح خليك تندمع الساعة اللي خلقت فيها انا رح خلي ريهام تصدقني رح طالعك من قلبه ورح خليها تبقى معي على طول رح اعطيها كل شي بالدايا وكل شي بتتمنى وما رح تحتاج اي شي ريهام ما بتحبك يا غي سفهام ولا ممكن تحبك حاول تتقبل وتفهم هذا الحكي سمعوني ميح يا شباب شو رأيكم بكرة؟ ناخد القسم تبع ريهام تبع الكتاب التانيين ونجمعون بكتاب واحد وبعدين من روحوا من سلهم للجمعية انا دفعت الفواتير وكتبت لك كل شي بدنا اياه وكل شي ناقصنا بالمزرعة مشان تحلي الموضوع بس عطي نسخة للمدام نريمان مشان يكون في عند علم ايه ماشي لا تاكل هم انتي اذا سمحتوا بصراحة احنا عاملين اجتماع كتير مهم هون لهيك اذا فيكن تشتغلوا بمحل تاني بيكون منيح انتي شو اللي زاجك نحنا على طول بنشتغل هون ليك جود؟ سمعني منيح يا اخي نحنا وكالة اعلانات وهذا المكان هو مقر الوكالة الرئيسي يعني الحديقة جزء مشترك وبالطرف التاني البيت فخلينا نتفي على هالشي يلا ومن هون خلصوني ريهام ريهام حبيبتي عم نشتغل هون نحنا تعي مهم اصحك صح مظفر ذكرني نحنا لازم نعمل شي من شان هالحجار الكل عم يتفركشوا فيهم لانه ايه مظبوط الحجار رح سجل هالشي ايه سجل معلش ها جيت شو هاد شو جايبين معيك؟ عشاب عشاب مثل مو شايفين رحت عالارض ايه ايه رحت قطفت عشاب مشان روّق حالي ايه حلو برافو برافو بس ريهام كأنه لسه ما روقتي لانه لساتك عم تقطعيهم بإيدك قللي لنا شبك شو صاير؟ لاني مزعوجة وكنت بدي كسر راس حدا بس بآخر لحظة غيرت رأييي اهل بدك كسر راس حدا تصرفي عنجد ريهام اكيد هاي مشان رت فكرة عم تدور براسة ومو قاصطة شو صاير؟ ريهام خبريني شو صاير يلا قلليلي شو صار بالتفصيل حكيلي لشوف احكي غايس عرض علي الزواج طيب لق وجان ديفيت ما عمل ولا ردة فعل ما اهتم بالموضوع نهائيا تقول نحنا غربة وما كنا منعرف بعض ما حكى ولا جملة ولا اهتم بالموضوع أبدا يعني ما فرق معه انه عرض علي الزواج ما حكى ولا كلمة ايه طيب بس انتي شو جاوبت لغايس انا ما قدرت تقله شي احكي شي جي 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 بس طلعت ما بهم ولا جان ديفيت ابدا انا ما عم صدق انه ما اهتم بالموضوع شو؟ لا أنا بدي ظل حالي بتديره ريهام خاصة طولي بقى لك حبيباً جيجي ريهام أنا أديره لهذا السلمي جيجي شو صر لك انت كمان؟ رح أخذ بحكات بك شوي رح أوره أجي رح أوره أجي رأسنا روق شو صر لك جيجي روق ولا تكبر القصة روق روق بقى أساساً ريهام ما رح تقبل عرضه شبعه لاحظة لاحظة ليش لحت ما أترضى يعني انتوا ما بتعرفوا لغيس منيح يمكن يكونوا مبسوطين مع بعض شو عم يحكي هاد؟ انتوا شو دخلكون؟ شو ألكون علاقة؟ هاد قرار ريهام وهي حرة فيه وبالمناسبة رحقلكون شي غيس شخص منيح ومناسب لرهام لينا احكي مثل العالم والناس ولا تخليني جن عليكي بلا تخبيص بالحكي حبيبتي انت من وين لوين لا تعرفي لغيس أصلاك؟ انت من وين أجيتي؟ من المصحة لهيك لا تضغطي علي أكتر سمعوني انتوا ما بتعرفوا شي واجيتوا لزقتوا بريهام وعملتوا حالكوا رفقاتا وعمت تتفتلوا حوالينا كل الوقت أما نحنا مش عالريهام وجاعنا تخلينا عن كل شي واجينا لهون يا ربي رح تجد لني خلينا منمشي ونترك هالمجانين امشي معيدينا امشي أحسن لنا رجد ممعقولي بك سمعت شوق؟ على فكرة عيبة عليك هاي قلة زوق من وين لو إلا تحكي معنا هيك قليل زوق؟ إجا من البرية وبدي أخد الأوليين قليل ترباية طيب دارين فتحت شيكت على الإيميل وفي كتير ردود وآراء سلبية صاحب المناسبة لوريس وينا ليش معنا معنا؟ أكيد عم تحكي على العالم وتضيع وقت مو هيك؟ خليها تجي لعننا بسرعة لأنه هاي شغلتها هلأ جام بيك إجاع الشركة؟ مو معقول جيهام بتشتتيلي أفكاري بعدين ما بتردي ريهام؟ ممكن نفوت؟ مع مين عم تحكي؟ مع جيهام آه شو قالت؟ قال اقبل عرض غيس بالزواج مشان جننه لجان هالبنت جنت على الأخير لا شو هالجنان هادا معقول هالحكي عن جد هالبنت جنت؟ أنا بحياتي ما سمعت أسخف من هالفكرة بعدين جان مستحيل ما يكون نزعج من عرض غيس بس هو ما فيه يقلك هادا الشي أصلا انتي بتعرفي إنه في رجال حنون ورا شكله القاسي بس هادا رجال ما بيقدر يعبر فنوه إذا كان مهتم ما رح يروح مظبوط وإذا ما كان مهتم وقته رح يروح ايه؟ رح يروح بكل الأحوال حتى يمكن يكون راح بدون ما يخبرنا آه لا ما رح لساته هون ريهام ما رح يروح يعني أنا عم أقول إنه هو ما بدي يروح شي بيقول مشان أبوه وشي بيقول الي يختم عطل وشي بيحترق الكوخ تبعه ويمكن نار الشوء شعلي بقلبه كمان مظبوط موزو شكرا كتير يا رفيقي شكرا يا روحي لا عفو اسماعي لا تزعلي وتفكري بالقصة بنوب وموضوع جان علي وأنا رح خبرك فورا إذا بده يروح أو بده يضل على فكرة الريشة بإدنك كتير حلوة طبعا لأنه هاي ريشة تلحظ يا روحي خبرني أول بأول ماشي سلميلي على جياني لي لأنه اشتقتله مانا نهاية جانبك جانبيك شبك جي جي ؟ حتى ونحن بهالوضع عم تسأل عني هالقد بهمك غيس عرض الزواج على ريهام وريهام ما رفضت عرضه ما قدرت ترفض؟ إيه! هي ما رفضت شو قصدك يعني؟ شو قالت له؟ آه على الأغلب ما قالت شي لسه ما فهمت القصة ليك أنا مناقصني من غير شي مع الصيب فهمني كيف ما رفضيت شو قالت له يعني؟ جانبيك لا تشغل بالك أنا رح روح أعرف كل شي وإجي خبرك الآن وصلت الطيور إلى وادي الثقة إما أن تجتاز هذا الوادي معا أو أنها ستفترق كانت مجبرة على أن تثق ببعضها وبنفسها أيضا لتجتاز هذا الوادي كان ذلك صعبا بعد كل ما خاضته كان أحدها شرسا جدا كان وحيدا لم يكن لديه من يتحدث معه كسر قلبه ونسيت أجنحته الطيران من سيعيده للطيران؟ ممن سيستمد قوته؟ ممن سيستمد قوته؟ اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لو انه التفت فقط لوجد شخصا بانتظاره شخصا يحبه كان سيصبح قوته ودواء قلبه لكنه لم يلتفت اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شخصا يحبه شخصا يحبه شخصا يحبه ريهام انا عرضت على ريهام الزواج يا جان معقول كنت ناطر هون وهو عم يخبرني بالقصة؟ معقول لهالدرجة ما بهمك؟ لك عن جد انت رح تجننني اشتركوا في القناة 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 شو عم تعملي هون؟ كنت بدي اتطمن على رفيقي وروح اي رفيقي ها؟ انا رفيقي اجا ليغوص قل لي استنيني هون انا ما رح طول بغوص شوي وبطلع بس لهلأ ما طلع يمكن غرق قلتي رفيق اي رفيق يمكن لانه موقت صباحة بهلوقت بتكون المي باردة اكيد بكون تجمد من البرد انا بردت كمان وانت بردت كتير برد خلينا نمشي يلا حبيبي انا خلصت بس رح حط الحلق ومنمشي حبيبتي طالعة بتجنيني كتير اليوم امير انا كتير مبسوطة اخيرا رح نقضي يومنا كله سواء انا وانت وبس اي انا خططت لكل شي اليوم عن جاد؟ بس نحنا الاثنين ما حدا رح يزعجنا ايه؟ امير شو هي مخططاتك يلا قل لي اول شي رح ننزل نفطر بمكان زريف وبعدين عندي مفاجأة لالك ايه معشي لك انا ناطر المفاجأة امير يلا يسلم ايديكي وحيبي صباح الخير صباح النور صباح الخير صباح النور عدو حبيبي أعطي الفطور جاهز عن جادي يسلم ايديكي ماما مثل العادة الفطور شكله بيشهي بس نحنا حابين نطلع نفطر لحالنا برا اليوم ايه ايه طيب معناتها ابني خلص وتعال على المحل انا كنت بدي احكي معك بهذا الموضوع هالشغل مو خرجي لهيك بدي دور على غيره يعني انا وليلة لازم نزبط حياتنا حبيبي أعطيني قطعة خبز خليني ااكل لاما قبل ما نطلع لانه نفسي عم تلعي كتير تمام خدي حبيبي طيب ايه بس اذا عملت تعال عود معي بالمحل ما في مشكلة ايه طبعا عمي أكيد بيجي ايه يلا لك عن حبيبي خلينا نروح صار لنا زمان ما قضينا وقتنا سواء أنا كتير مبسوطة ايه يلا لك انصحوا هنا رح أخد حبة زيتون شكله بشاي ايه وانا رح أخد هي كمان ايه صح ابني انبسطوا حبيباتي يلا باي الله معكم شبك لك ما سمعت شو قال أمير شبك شو قال أمير قال ما رح يجي على المحل قال انه رح يرتمو حياته ايه وبعدين شو قالت ليلة شو قالت ليلة قالت نفسي عم تلعي ايه قالت نفسي عم تلعي شكلها مخفصة بالأكل مبارح ليه شو أكلت شبك نهاد مبينة مبينة ممعقول نهاد شبك ركز شوي يركز ايه لا ممعقول ما في شي من اللي عم تفكري فيه وهي به لو كان في شي خبرونا لا ممعقول ما يخبرونا لكل idéش عنت لالنفسها سدقني هالمرة ما هو اها يعني أنا رحو صير جدي واه Perché أ acted يا سلام والله إلى أكل وأكل اللي الله حتصل رح يشي صغير هالأدو وأنا رح أبطال قطع بها الفواكب طائميه رح قطع أو طائميه يا الله شو ممكسوتا ياaja بدو في صحيetus معحدة أنا رحو الصل Gaza معقول их خبّو علينا هيك شي وقيبة ممعقول يا الله سلام إيحنا ماشيين يلا باي ريهام عم تتصل ها؟ واخي عم يتصل لا ألو ايه أختي؟ أهلين أخي شو قلتي عرض عليك الزواج؟ شو؟ عرض زواج؟ كيف يعني أخي فهمني؟ جان عرض على ريهام الزواج؟ يا سلام هلأ بدك تشوفيني؟ طيب خلص أخي يلا ليكني جاية طيب حبيبتي طيب تمام يلا بشوفك بعد شوي خلص ماشي جايل عندك فورا ريهام كتير مدعي أو بدي يعني روح شوفه على الشط واخي مزعوج كتير كمان امشي لو وصلك لك لا حبيبي ما تعزب حالك لك والشط قريب من هون أنا آسفة حبيبي رحكي المخططة اليوم لا تقلقي حبيبتي منعوضه بيوم تاني تعالي أنا آسفة حبيبي تمام بس نخلص بدي أحكي معك بموضوع ماشي لا عزيب؟ يلا حبيبي بشوفك أكيد يا روحي باي يا ربي يا بنت تعي تعي بسرعة تعي يلا رصة انتي روحي 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 يلا لا لا خلص تعالي لا تروحي تعالي خير خير شو لألكون يا ربي تشو صاير لك بي أخبار جديدة أخبار بتاخد العقل مرح تصدق ورح يوم علي لا خلصين عادي فرح تصدق تعالي أمي هاي شو حبيبي صاير صاير أنا أخبار شاير اسمعوا لكم فضلي انتو جانت لك اتتسمعوا هاي جانت اخبارينا كل هذا طليع منه بيحرق دفترة وبعدين بيخبي الموضوع عنها وبعدين بيعرض الزواج عليها جانيا اللي بعرفه كان رح ينتقم منها الشاب ايه؟ كيفك انت مزعوج؟ مزعوج لأنه ريهام ما رفضت ايه بس هي كمان ما قبلت أمير أنا رح جن رح جن ليش رح تجن أخي؟ يعني انت قلت انه ما رح يصير شي بيناتكم بقى ليش معصب كل هالقد؟ معك حق بالنتيجة ريهام جاها عرض زواج وهذا الشي بيخصة وأكيد رح تجاوب الجواب المناسب وأنا رح خلص حسابي مع غيس خلص حسابك؟ بيشو عم تفكر أخي؟ رح تعرف قريبا جان بيك أهلين عمران بيك أهلين فيك مبسطت بشوفتك وأنا كمان ما تعرفنا عمران بيك هو المحقق اللي لقاني طلبت من المدام مفيدة أنه تعرفني عليه هو رح يساعدنا بلصة مرحبا أهلي أنا أمير ديفيت شرفنا أنت تعبتني كتير اشتغلت شهور اللي قدرت لقيك المهم فهمت أنه بدك مساعدتي قل لي بيشو بقدر ساعدك اه بس لحظة بدي أعرف شو بيعمل ولوين بيروح ومين بيشوفوا كل شي عنه تمام لا تقلق الموضوع عندي فيك تتصل فيني أمتى ما بدك وأنا شو معرفت خبرك فورا وهذا المبلغ اللي اتفقنا عليه شكراً لك يلا بشوفك ما رح تترك ريس بحاله؟ هو علق حاله معي بصراحة أنا كنت بدي حلها الموضوع لحالي بس هلأ في عندي شغلات أهم لحت حلها أنت مزعوج منه لأنه حرق دفتر ريهام ولا لأنه طلبه طيب معناها ما بدك تعترف ما؟ نهاد يعطيك العاف يا حبيبي حزير شو جبت ماء حزير شوفي بالصندوق واهيبة حزير شوفي بقلب هالصندوق حزير يلا شوف آه شوف هالحرام شو حلو شوف وهاد الملوان كمان شوف ما أحلاهم يا روحي هدول الكفوف بيأخدوا العقل هدول صغار وسهلين اشتغلتهم بسرعة حلوين كتير عندي أخبار جديدة بخبركم ياها بعدين استنوني ميرفاد جاي اليهود رجعو، رجعوهم بسرعة بسرعة مرحبا uh ان شألا ألف مبروك يا جيراني والله انبسطت لكم من كل قلبي وإنت من وين عرفتي يقولي؟ ياه؟ ليش أنا بيخبع لي شيء يا وهيبا؟ لكن أنا أساسا بحبول صهرك كتير وكتير رح انبسط إذا كان صهرك الثاني أخوي للأولاني؟ أكيد هالزلامه ندم كتير طبعاً ندم لأنه ترك بنتنا الحلوة وهلأ رجعي راضية لأنه ما بده يضيع وقت والله طارعلي بهالخبر ميرفت نشان، الله أنت شو عم تخبصي أه؟ هه؟ ليش أنتوا لسه ما عندكن خبر معقول؟ حبيبتي هادا جان عرض الزواج على بنتكن ريهام اليوم إنتا، وين وكيف أحكي؟ أه؟ أنا من شوي سمعت الخبر بالصدفة معناها جهزوا حالكن أكيد رح يجيب ورد ويجي يطلبها منكن وأنا بجهز حالي كمان نهاد، أنت ما حكيت مع هالرجال؟ ما طلبت منه يضل بعيد عنه؟ حكيته وهيبة ما نها ما خوفته بنوب؟ بلى خوفته، أنا شفته هو خايف خوفته؟ هلأ هو بده يخاف منك؟ معقول واحد بعضلات مثله يخاف منك أنت والله فرطتني ضحك وهيبة؟ بعدي هيك أوه، ماشي ميرفت ديري بالك على المحل إذا صار شي خبرينا بسرعة نحنا رايحين على المزرعة إيه، ماشي خلينا نروح بسرعة طالع كتير بتخوف وقولك هيبة يا الله دخيلك كماني عم صدق طلع في أخبار جديدة كمان مو معقول كل الأسرار عم تجي لعندي اليوم جميلة؟ قلت له لا تجاوبي فوراً فكري منيح بالموضوع يعني هو زواج بالنهاية وأنا مستعد أعمل كل شي كرماء لتوافق برافو عليك غيس ألف مبروك يعني ضليت سنة عم تستنى ولما خفت شوي خطرت لك هاي الفكرة نورة خانم أنا مرح اسمح إنه تطلع من حياتي ريهام هي كل شي بالنسبة لي أنا متأكد إنه رح توافق أنا بهاي السنة أسرت كتير فيه وأكيد رح تفكر فيني رح أعمل كل شي لتوافق بتمنى بتمنى إنه توافق بس غيس أنت صاير مو طبيعي بنوب يعني كأنك صاير مهوس بريهام اهدى شوي ما بصير هيك غيس كتير منيح إذا وافقت بس إذا رفضت أنت لازم تستمر بحياتك ما رح ترفض أكيد ريهام رح تكون إلي طيب اسمعني ابني أنا حاسستك من وقت اللي رجع جان وأنت صرت تتصرف بعيدائية شوي ابني أنا كتير قلقانة عليك يعني أساساً أنا لهذا السبب بالذات كنت عم بعد جان عن هاي البنت لأنه هاي البنت بتخلي اللي حواليها يجنه جان هو اللي أزاها لريهام لكي أنا آسف بس جان لازم يروح من هون أنا أنا بدي خطة جديدة لازم بعده لجان من هون بسرعة بس ليك جان تغير كتير عن قبل وما بظن أنت تقدر عليه بخطتك لو كان جان اللي بتعرفه كان من زمان هجم عليك وضربك لتحكي روء سمع إذا ريهام رفضتك خلاص تركها بعت فأنا ابني بس ابنك ما بده يتركني بحالي هو هيك اللي اليوم وصار يهددني كمان وكان بده يفتح موبايلي حاول ياخده أجباري عني اللي يشوف من بعد الرسالة وبالذور قدرت بعده حتى أني ما قدرت أعرف إذا شاف الرسالة اللي بعتتي أو لا شو؟ وليش ما خبرتني لهلأ؟ ليش ما حكيت من الأول؟ أكيد ما شافه مو هيك يعني اللي لو شافه كان ده قلي لا مستحيل ما شافه يا ربي إذا عرف إني عم شوفك وخبرك بكل شي رح اتدمر وابني رح يكرهني إذا بيصير هالشي رح دمرك معي بس نهايتي رح تكون نهايتك يا نورا خانم على كل إن كل شي تحت السيطرة لا تقلقي أنا رح أتصل بجان تصلي ابني كيفك؟ أمي أنا كنت بدي أتطمن عنك كيفك حبيبي؟ ابني يا حمي أمير معي آه طيب حبيبي مرؤول عندي لك اليوم صعب بس رح مر بي هاليومين طيب انت منيح؟ يعني ما في شي؟ لا لا ما في شي أمي تمام إيه طيب ابني طمني عليك إيه؟ ولا تطول علي ماشي؟ ماشي رح أجي بي هاليومين يلا باي ماشي باي سيارتي لسه موجودة؟ إيه صفيت لك ياها بالمرأة فيك توصلني لعندها؟ إيه طبعا يلا شكرا هذا محل بابا منأكله ومنشرب اللي بدنا ياه ما حد سأ كتير طيبة شكرا ريها أهلا وسهلا يا بنتي أهلين فيكي وإن كنتي صر لنا زمان ما شفناكي بالحارة بعتذر منك بس أختي عم تستناني ماشي ولا يهمك حبيبتي أهلا يا بنتي أهلا يا بنتي شكرا شكرا كتير لأنك أجيت أمير أكيد أعطلتك عن شغلك جان أه أنا كل هالوقت عم خبي عن الكل بس صار لازم خبرك هلا أنا ما عم اشتغل عن جد؟ إيه خالتي وهيبة وعمي نهاد عرفوا من فترة أخي أنا خبيت عن الكل مشان ما حدا يزعل علي ما حبيت حدا يشفق علي كيف هيك؟ كيف حدا مثلك بيضال بلا شغل؟ لأنه ما في شغل كتير بمجالي ما عم بيقبلوا لأنه مؤهلاتي أكتر من المطلوب بس إلا ما لاقيشي وظيفة منيحة يعني مشان هيك عاد ببيتني هاد بيك؟ لأنه ما معك مصاري؟ المهم أخي أنا هلأ بدي دور على بيت حلو ليلا بتستحق هالشي؟ بابا قال لي إنك بعت كل أملاكك بسحبت كل شي بحساباتك كمان لتدفع ديون الشركة إيه كان في علينا قرض لازم مدفعه ودفعته الحقيقة هالقرض أنا إلي لازم مدفعه لأني تركتكن وكمان بابا ضع البيت بعد ما تركت ريهام متل ما بتعرف ليلا وعيلتها مروا بأيام صعبة كتير وهالشي أثر فيني كمان ما قدرت دير الشركة منيحة وللأسف أهملتها شوي وأساساً أنت بتعرف أنا ما بفهم بالإعلان كتير لهيك زادت المشاكل وبتعرف شو صار بعدين فهمت تمام يلا هلا خلينا نروح نجيب سيارتك تفضلي شكراً إليك صحتين وهنا إسلام حبيبتي أنت منيحة كيف صرت ما بعرف إذا منيحة أو لا كنت عم أمشي بالحارة وين ما عم أطلع عم شوف جان قدامي وكمان بالمزرعة هيك بس هنيك غير طبعاً هنيك عم شوفه فاس تو فاس شخصياً يعني طيب حكي لي هلأ شو قصة عرض الزواج طبعاً غيس شو خطر له هاد؟ أنتوا مو كنتوا رفقات؟ آي صح كنا رفقات ورح نضل رفقات بس ما بعرف يمكن لأنه عم نساعد بعد كل هالفترة يمكن هو فهم الوضع غلط ما بعرف بس أنا رح أحكي معه يعني رح أقترح عليه أنه مبعد عن بعض شوي لحتى يهدى آي طبعاً طيب جان لما عرف شو عامل أولا شيء أبداً كأنه ما إلو علاقة يعني ما هتم عن جاد؟ نيح لا يعني هو كان يحبني كتير فليش كل هلا مبالات هاي؟ لازم لازم يغار شوي معقول ما يغار بنوب هالشي مو طبيعي حبيب تريها أختي أنت شو هذا اللي عم تحكي وإذا غار يعني مو أنت قلت لي أنه مستحيل ترجعي لجان وتكوني معه مرة تانية؟ بقى مو مهم شو عم يحس شو بدك فيه؟ مظبوط بس هو عم يزعجني عم يزعجني كتير أصلاً يمكن يكون معقول يكون راح ليلة اي خليه يروح أحسن إذا بيروح أنت بترتاحي والكل بيرتاح حتى بتعرفي شو خلي غايسي يروح كمان هن الاتنان يروحوا يتركوكي بحالك بقى وأنا عم اتمشى بالحارة حسيت أنه جيهان وعثمان موجودين بكل زاوية فيها اشتقت اللون كتير تعرفي أنا كمان اشتقت اللون كتير أنا لساتني لهلأ مقدرانة سامح حالي على اللي عملته بحثمان لو كانت جيهان معنا كنا لقينا ألف حديث نحكيه كنا اضحكنا كتير اي بعرف كيف حسن لك مزاجك رح أطلب شي على حسابك مثل العادة اختي تمام لو سمحت لساتني ما عم صدق أنك وطلتي تشربي شاي جامبيك أنت عم تسوق بسرعة 40 منتبه؟ اي لأنه أنا ما بحب السرعة بريهام هاي إليك هاي هدية هدية من الشركة افتحيها بالبيت عزبت حالك ما كان في داعي اي ريهام إذا كانت القصة متعلقة فيني يعني إذا كان وجودي بالشركة هوية اللي زعجعك فأنا رح أرجع سافر لهيك ما في داعي تتركي الشغل هل عن جد أنت قررت أنه تسافر؟ أمتى؟ عن أريب كثير موسيقى ريهام جون رجعت سيارتك؟ بدك تروح؟ راجع على المزرعة؟ راجع اي وانا كمان منروح سوايزة بديك لا انا رح روح بالباص ريهام شوال حكي الباص بياخد وقت طويلة يوصل يلا خليني سعدك موسيقى آه مشي الحال مشي الحال شكراً إليك شكراً إليك جون آي جرحتي لا أنا منيحة مو معقول قديشك حليانة وكبرانة ووراقك بتاخد العقل عزيز بيك مادام ناريمان أنا حابب أعرف إذا حضرتك بتقبلي الليلة آآ تروحي معي أنا تعشى سوا شو قلته؟ كتير حابي روح معك بس ما رح يقدل لأنه أنا لازم دير بالي على بيبيي هالليلة بيبي؟ إيه في ممرضة هون عندها بنوتة وأنا بحب إنتها كتير عزيز لما بيكون عندها مناوبة أحياناً بتتركها عندي مشان دير بالي عليها لكن خليني ساعدك بهالقصة يعني هيك بتدرب مشان أحفادي بالمستقبل فكرة كتير حلوة إيه أكيد في مشكلة كبيرة شو صاير اليوم؟ ما بعرف هلأ بنشوف دارين خانو؟ شوفي دارين أصفي أزعجتكن طيب طيب أهدي شوي أفلست الوكالي طيب لسه ما أفلست نيح لكن ما في مشكلة بس هذا جان جان؟ أصدق ابني جان شبه؟ يعني مو هو اللي عمل القصة الشو كان اسمه مظفر قصدي غيس غيس إيه إذا غيس بسيطة روح لحظة شوي أعطوني دقيدين بس لأهدى وجمعوا أعرف إشرح لكم الموضوع شو كان اسمه هذا شو؟ إيه خيس عرض الزواج على ريهام أنت شو عم تحكي دارين؟ لحظة شو؟ استني لحظة لحظة كيف؟ طيب ريهام شو قالت له؟ قولي لي أنه رفضت طويل بالك أنا سحصر لي سنة بعرفها بس معهك أنا متأكدة أنه ريهام ما رح توافق ما رح توافق بأكد لكم وأنا بقول ما رح توافق بس هي شكلها رح تفكر بالموضوع ورهام ما حدا بيقدر يتوقع تصرفاتها بالنهاية هي بهاية السنة كانت قريبة كتير هي وغيس طيب وجاني بيعرف بها القصة؟ بيعرف شو هالمصيبة؟ أنا ما عم بقدر فكر لحالي ما عم بقدر أعرف شو لازم أعمل أنتو عنقن خبرة مشان هيك أجيت بل كي منقدر نلاقي حل سوا استني بالأول خلينا نلاقي جان ونعرف قديش متأسر بعد من حط خطة أه لا برأي ما لازم نعمل هيك برأيهم برأيهم نحنا لازم نفكر ونتصرف فورا نخلهم خلينا نفكر رح نفكر هي رح نفكر أنا لقيتها نحنا لازم نخليهم يقعدوا على انفراد هن لازم يقعدوا ويحكوا كل شي لبعض وما يخلوا شي بقلبهم وهيك رح تنحل كل قصتهم رح نخليهم يحكوا أكيد رح نحلها أكيد طبعا تمام شو رح نعمل هلها؟ شو بدنا نعمل؟ لازم اللائجان بالأول طيب علينا ندور عليك يلا عالسرية بس وين فينا اللائجان خطيره؟ استعجل انت منيحة؟ 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 بشو عم تفكر؟ بيلي راح عليّ يلي راح عليك وقت هربت مني؟ ما هربت منك لأ هربت؟ على طول كنت تهرب مني؟ أنت ما وثقتي فيني؟ جان حاجة تعيد حجة السيقة وتعمل حالك مو فهمان وقف السيارة أنا بدي أنزلي ريهام؟ جان قلتلك وقفها ريهام؟ سيقة سيقة شو هي السيقة برأيك؟ أنت عن شو عم تحكي؟ عن أني ما حرقت الدفتر أنا ليه جبت لك الدفتر بتعريف؟ لأنه كله كان عنك أصلاً كل شي فيه إلك أنا كاتبت عنك وإلك أساساً بعدين الدفتر ما كان أغلى منك جان طيب ليش ما قلتي هذا الحكي ريهام؟ ليش ما قلتي الدفتر مو أغلى منك؟ ليه ما قلتي ليها تروح؟ كلهم عشر دقايق مرأ واتصلت فيك فوراً اتصلت لأعتذر أنا كنت مشوشة وزعلانة وتصرفت غلط اتصلت فيك لألك أني ما أنا قادرة أن أفكر صح بس تليفونك كان مسكر هذا هو حبك؟ ما كان فيك تستنى لحتى أفهم شو هو غلطي؟ بس أنت تخلتي عني من وقت طويل ريهام شفت هالشي بكلامك معي وبتأجيلك للزواج وضلت تقليلي أنه في كتير مشاكل بيناتنا وضلت تفكري أني بغار من غيس ليش ما كنت تغار؟ جان الله ريهام أنا على شو بدي غار من غيس أنا كنت غيران عليك يا أنت بس أنت تخلتي عني يا ريهام حبيبتك القديمة وضلت الكل قالوا لي أنك رح تروح وأنا قلت رح يضل قلت أنك ما رح تتركني وتركتني أنت رحت جان حتى ما رجعت مشاني وأساساً بدك تروح مرة تعني يا روح روح ما بدي إياك ريهام فصلتني مرة تاني إيه وجان بيك فصلني كمان طالما عمي فصلونا معنا هنين مجغورين خلص تركوهن هلأ خلونا نفكر بالشغلات الإيجابية مو بالسلبيات إيه مظبوط نهاد بيك وهي بخانهم جايين لا تخبروهم بشي ماشي أهلا وسهلا أهلين ابني وين ريهام؟ وين ريهام؟ هذا سؤال مهم كتير الحقيقة لينا وين ريهام؟ بصراحة ريهام رح قلكن وين ريهام بعدلي شوي ريهام إيجاها شغل؟ عنده شغل هم مو زو شو الشغل يلي عنده يا ريهام؟ ارجعي لورا لا عارف احكي الحقيقة خالتي ريهام كانت كتير متوترة من الصبح ومو ريئة لهيك طلعت تتمشى مشان تهدي حاله يمكن عرض الزواج زعجة وخلاها تتوتر كل هالأد وهالشي طبيعي يعني أي شخص لما بيجي عرض الزواجة بيتوتر وبيتشوش وريهام بالأساس بتظله متوترة وعالاتها بياخدوا بيجيبوا وفجأة بترجع بتركز وما حدا بيعرف شو بيطلع براسها مقلنا ما رح نخبرهم بشي مزبوط معك حق شو يا شباب؟ وينه جام؟ ايه شرح لكون الوضع باختصار جام بيك وريهام مو موجودين بس طبعا كل واحد فيهم بمكان يعني ما ننسوا كل واحد منهم راح لمكان بس يعني ما منعرف وين خلامنا حاجة عيد حكيب على طعمي وصلت الفكرة طيب فهمت طيب أنا لك راح اتصل فيه ايه اتصلوا وانا راح اتصل راح اتصل فيه راح اتصل فيه وانا عم دق الفكرة طلع مشغول 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 قبل شوي ما طلع مشغول اه اذا كلكم بتكون تتصلوا مع بعض اكيد راح يطلع الرقم مشغول شو رأيكم كالواحد يجربي دق مرة وحدة ماشي انا راح اتصل بالأول طلع انت دقلا ابنك ونحنا بندق لبنتنا ماشي يلا طبعا خلي الاهل يتصلوا بالأول يعني بالآخر الاهل لازم يتطمنوا واذا طلع الرقم مشغول فمعناها مو لأنه الكل عم يتصل لأنه مشغول بالأصل لا كان موسيقى موسيقى ليك اجت ريهان وين مهنا جيت اجيت اهل الحبيبتي الحمدلله اجت ريهان أنت منيحة بنتي؟ قولي بنتي؟ منيحة بنتي ريهام وجان أنا هلأ حابة يظل حالي شوي لو سمحتوا يا جماعة لو سمحتوا نحنا أهلا وبنظل معا خلينا نروح نحنا رح نظل معا لو سمحتوا تفضلوا لبنها ماشي ماشي يلا شو رح نعمل هلأ شو بدنا نعمل يلا يا جماعة بدنا نتركها لحالة يا ربي شو رح نعمل يا شباب فضل نحنا لازم نلاقي حالة بسرعة القصة عم تتعقد شريكنا معوحة اي طيب بس هنا ما عم يقدروا يضلوا لحالة ويحكوا بنوب شو بدنا نعمل يا شباب مو حاسينوا كأنه الزمن عم يواقف لما يضلوا لحالة قدي حلو أنا دائما عم حسيك اي طيب معناها لازم نلاقي طريقة لا يضلوا لحالة مرة تانية شو يا بيك موزو ما بيعرف شو هي خطتنا ما عنده فكرة عنا بنوب آآ شو عم تقول جي جي؟ صحيح أنا ما كان عندي خبر بس أنا شخص زكي كتير وبلقطع الطاير يعني فيمت القصة من كلامكن وأكيد أنا معكن ورح ساعدكن كمان موزو أنت معنا؟ دائما معكن بطير حلو طيب بس نحنا كيف رح نقدر نجمعهم بنفس المكان؟ لحظة عنا شي مشروع بالوكالة؟ بالوكالة لا لا ما فيه الحقيقة يمكن يكون فيه مشروع عندي فكرة بس بدي فكر كيف رح قدر نفزها على أرض الواقع طيب قللنا شو هي؟ لوين رايحة؟ استني شو الحب لنا شو هي الفكرة؟ شو الفكرة؟ احكي معا يلا ريهام ابنتي أنت منيحة؟ عم حاول كون منيحه ايه منيح بنتي بس مو معقول مو معقول ما عد فيني برر له أكتر من هيك أنت عانيتي كتير بسببه وما بيخجل أنه يجي ويعرض عليك الزواج لحظة كيف عرفتوا أنه هو عرض علي الزواج؟ ماما معقول حططي لي كاميرات بالبيت؟ ما دخلك من وين عرفنا؟ لا تدخلي بشغلنا أبوكي معوحة يعني الرجال جاوز كل حدوده مين نفكر حاله؟ مين هو؟ فعلا خلص أنا رح أحكي مع غيس لا تقلقه أبدا قلت غيس؟ ليش غيس هو اللي عرض عليك الزواج؟ ايه غيس ليش مين مفكرين؟ اوه نحنا ما فكرنا بحدا مين بدنا نفكر يعني؟ يا الله شو قلتيله؟ أنا شو بدي يقوله يعني؟ ما قلت له شي ايه؟ غيس أكيد بيعرف أني رح أرفض وعكل لين أنا رح أحكي معه ورح حلل لصة برافو بنتي ألف حمد وشكري يا ربي ألف حمد وشكري أنا متأكد أنك رح تحلي كل شي بعدين احنا معك لا تقلقي أبدا حبيبي أنت؟ حبيبي تقلبي ريها شو رأيك تجي تعدي معنا بالبيت فترة بنتي شو قلتي؟ ماما أنا هون بيتي بعدين لا تاكلوا همي أبدا فيني اهتم بحالي كتير منيح أنا صرت كبيرة وما بينخاف علي طبعا مظبوط بهالحال هي نحنا رح نضل عندك هون الحقيقة بابا عم بمزح معي عم بمزح بعد ما رحتي صار حس الفكاهة عندي كتير عالي بتضحك كتير مو ايك؟ حبيبتي أدماك برتي رح تضلي طفلة بنظرنا تبشي قلبك عمي ليك يا رب يا روحي حبيبتي دعي والله نحنا كتير خفنا عليك قالولي مين كنتم فكريين؟ مين؟ ما فكرنا بحدا بمين رح نفكر يعني ما فكرنا بحدا أبدا جان عمس معي كدارين احكي انت جيجي نحنا نحنا لازم نعمل اجتماع بخصوص شغل الوكالي هلا عملو مع بابا ما فينا بنوب أبوك رح لهيك لازم نعملو معك انت جان عملو مع ريهام ما فينا لأنه أهلا ريهام رح ياخدوها لهيك نحنا لازم نلاقي حجة لنخليها هون لازم نلاقي شي سبب كتير مهم من شان نخليها تبقى ايه مظبوط لازم يكون في شي كتير مهم لنخليها تضل لهيك نحنا رح نعمل اجتماع أو رح نلاقي شي شغلة نعمل عليها الاجتماع وبعدين نعمله احنا في عنا شغل؟ لا ليش بقى؟ لأنه أنا عملت كل شي أنا خلصت كل الشغل لأني مضمن شغل جام بيك ايه؟ بس معقول يكون في وكالة ما فيها شغل مستعجن؟ لا مو معقول بس يعني الحقيقة أنا في عندي زبون ممتاز عمفكر احكي مع أو جي جي بس يمكن نحتاج نشتغل كتير معه لأنه رح تكون ماركة جديدة أنا رح روح اللق أعمل شوية اتصالات وأجي خبركم شو بيصير معي ماشي جام؟ انت حاكي رو أو جي جي تمام صرف انت إيه؟ لا تخبصها شش خلص لا تتدخلي روحي آآآ جام بيك أنا عملت تحقيقاتي من شان قصة غيس وعرفت إنه ريهام لسه ما عطت جواب لغيس بس مو كل المعلومات عندي فيه حلقة مفؤودة بس أنا رح لقيلك هاي الحلقة المفؤودة ورح وصلك لكل شي جي جي انت لا تقلق ريهام ما رح توافق على هذا الزواج ما فينا نكون متأكدين بركي آلة إيه بي لحظة ضعف وتزوج وما بتعرف شو بيطلع براسها جي جي خلصنا طيب خلص روح هاي نحنا لساتنا رفقات متل أيام زمان ولساتنا جنبك ما منتركك طويل بالك بقى لا تضل مزعوج هيك ما بيهون علي فيك خلص إيه رح أقعد هون شوي خلص عملو مع بابا دارين جي جي خلصنا والله حليوة ريهام كيفك؟ أهلين منيحة عندي أخبار إليك جان ديفيت رح يضل هون على الطول وما رح يروح من هون أبدا شكرا موزة شو كنت بدي أعمل من دونا وجودي ما عمي غيرلك شي بحياتك بس يعني أنا عم أعمل يلي بيطلع بيدي بس ليك إذا كان هو عم يسبب لك إزعاج وعم بيضايقك فوقتها بخليه يروح خلص رح قلو يروح شو رأيك رح قلو لا لا قوعك تقلو شي لا قوعك تقلو شي بموتك زبرجاد بس يا ريهام أنا ما فيني تشوفك زعلانة لا أنا ما نيزعلانة خليك هون رح خبره أنا أنت مؤادرة نتقلوله أنا بقلو بس أنا ما بديت قلو يروح خلص ماشي روح قلو ما رح قلو طيب قوعك تقلو لا ما رح قلو خلص ما رح قلو يروح رح أطلب منه يضل رح روح ولا يضل هون تعال زبرجاد لا تجنني خلص لا تقلو شي لا تخبرو بشي ما في داعي تقلو لأنه أساسا جان ما بيعمل غير اللي براسه يعني ما حدا بيقدر يأثر عليه أنا عن جد رح جن يعني إذا ضل أو ما ضل إذا راح أو ما راح أنا عقلي ما عم يتحمل ولا رح جن لا شو عم تحكي ريام شو عالحكي الفاطيهات هي هي الحقيقة أنا جنيت وخلص لا أبداً أنت مانك مجنونة أنت كاتبة شاطرة ومعروفة صح أنا ما بحب أرى أبداً بس احترامي للأدب ما بينوصف ما رح خليك تجني أبداً وأنا ما رح قلو شي لا جان قوعك تقلو شيها خلصنا ما رح قلو شو بدك تقلو أصلاً الحقيقة فيك تقلو أنه يضل هون ياريت لو بيقلو أنه يضل لا تقلو شي زبرجاد معلش خليه يحكي معو فيك تقلو ما يروح وتشرح له أني بحبه وأنه لازم يضل بس رح يفكر أنه أنا قلت لك تقلو هالحكي وأنا بالحقيقة ما قلت لك شي ياريت تقلو شكلي مانطح أنت الحبوب مميح جيجي شو عم تعمل؟ عمرائي بالوضع وانت؟ وأنا عمرائي بالوضع مم وين ريهام يا ترى؟ بالبيت وجان وينو؟ بالبيت لوين رايح؟ صار لي ساعة عم دور عليك نيح اللي غيرتي طريقة لبسك صار أنسى بشوي للعيشة بالمزرعة برافو شو يعني شمتان حضرتك؟ لا مو هيك قصدي بالأخير أنت حرة فيك تلبسي كعب عالي بكل الظروف فهمت عليك طبعاً شي طبيعي بما أنك زل ما عايشت بالغابة أنه ما تقدر توصل أصدك بوضوح المهم أنا ما أجيت حتى أحكي أنا وياك أنا مستعجلة وبيدياك تساعدني شو ما عم تسمعني؟ على فكرة أنا هلا عم أعطيك فرصة مش عنا تصلح المشكلة اللي عملتها بالشغل يا أستاذ داريني ممكن أن أبين معك أنه أنا كتير مشغول الكريمات مو شغل؟ الكريمات ياللي رح تنسرق من بين إيدينها أنت قلت لي أنه الماركة مسجلة طلعت مو مسجلة أنا عم أحكي عن كريمات ريهام طبعاً الحمد لله أني وصلت بالوقت المناسب وكشفت القصة وحليتها المهم هلأ بدي نعمل سجل تجاري لهي الكريمات ولازم نتحرك ونبلش شغل فوراً آه هلأ فهمت شو مشكلتك بدك شي تقططي له وتعملي له حملة لأنه ما فيك تعيش بلا هالشغلات سماعاً نحنا لازم نقنع ريهام أنه تعمل ماركة لكريماتا لهيك أنا بدي أعكي تساعدني نحنا لازم نخبر عن المشكلة اللي صارت مع هي المرة اللي اسمها شيري ما فيني ساعدك هلا أنا عندي كتير شغل شو هالشغل اللي عندك؟ أساساً شو في شغل أهم مني اللي عم إلك عليه؟ لازم وصل هدول السنديق على السوق ووصل أعشاب الضرة لجنب الفريز يا ربي شو هالزلمة؟ المسألة مسألة حياة أو موت بالنسبة للوكالة لك في كتير ناس عم يشتغلوا هون وقرب الشهر يخلص نحنا لازم نعمل شي مشان نقدر نعطي الناس رواتبون نحنا بحاجة للشغل عم تفهم علي؟ فيني ساعدك زي قلتلي لو سمحت لو سمحت شو؟ شو هالصوت؟ انتي حكيت شي لأنه ما سمعت منيح لو سمحت لو سمحت جود لو سمحت إذا بتريد بس لازم اجمع الفريق ويشرح لهم عالشغل وأنا تعبانة كتير ساعدني لو سمحت تمام تمام خلص لا تعصبي اهدي شوي أنا بس راح حطهم بالسيارة وبعدين بيجي بساعدك تمام؟ حبيب تيريها؟ دارين خانم؟ حبيب نحكي معك بموضوع كتير مهم لا ما بدي أحكي بشي هلا لو سمحت خلاني نعوض ويحكي خلص إذا بتريد وانا مو حب أحكي بشي لو سمحت لازم نحكي ريهام إذا بتريدي ما رح ناخد من وقتك كتير هلأ أساسا غرقاني بالمشاكل وماني قدراني أسمع أي مشكلة جديدة إذا بتريد ولا تزعجوني ما بدي أسمع شي أبدا بس في مشكلة ولازم نحلة ريهام المشكلة بكريماتك شبهون كريماتي؟ صراحة زبنتك المهمة كتير للمدام شيرين واللي عم تشتري عشرين علبة كل أسبوع تعرفي شو عم تعمل؟ تشتري كريماتك وبتحط عليهم ماركتا وبتبيعهم بسعر أعلى بعشر أضعاف خوفناها بإنه الماركة مسجلة وقلنا لها رح نرفع دعوة بس بتعرفي إنه ما في سجل تجاري ولا شي طيب معناته ما فينا نساوي شي شو هلحكي هاد؟ في كتير شغلات فينا نعملها دحق إيك سماعي هلأ منقدم لك طلب ومنعمل حماية ملكية للكريم وقال له هي اللي اسمها شيرين رح تاخد لك كل تعبك كل الفريق جاهز ونعطرين كله اللي يبلشوا شغل كل الفريق يعني جان قصدي جان بيك بيعرف بالقصة عنده خبر؟ ايه طبعا بيعرف أنا رحت بنفسي وخبرته بالنهاية نحنا عم نحكي عن شغلك وتعبك ايه معنا؟ والكل لازم يساعدك يعني ما رح يروح جان بيك؟ لا ما رح يروح هو ما رح يروح بس عادي وحتى لو رح نحنا فينا نحل القصة لحالنا المهم نحنا لازم نبلش شغل فورا طبعا القصة بتخص كريماتي ما رح اسكت عن شغلي وتعبي برافوري هام أنا أخدت هدولني هاد بيك سجلي ياهون على حساب ما عشي وهي به؟ هاد غيس حدا منيح ما؟ الولد منيح وفهمان كتير صح بس ريهام بتحب جان بيك استغفروا الله وأتوبوا إليه لك بالدايق بس اسكر اسمه ما قدرت تنسى مو يعني صعب تحب غيره نهاد بدي قللك شغلة بس لقى تعصب علي مين؟ أنا؟ شو قال حكي؟ ام تعصبت عليك يا وهيبة؟ لا ما بتعصب أبدا ولا مرة عصبت علي بنوم لا 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 عن جد طيب ما رح عصي بوعد أكيد نهاد؟ بوعدك ما رح عصي بوعد أحكي بصراحة أنا جان يعني بصراحة أنا بحس أني بحبه لجان من كل قلبي بس قوها كتعصب وعدني لا تنسى ما رح عصب كم لي؟ نهاد أنا بحبه كتير لها الشاب وبحسه بحسه مثل ابني على فكرة هو كتير بحب اليبرق اللي بعمله وأنا من كم يوم حسبت حسابه بالطبخة بس بنفس الوقت كنت زعلانة لأني ما عصبه منه بس هو زعل بنتنا كتير يا وهيبة طبعا حبيبي طبعا معك حق ما رح نسامحه طيب أنا هلأ رح روح حدر مفاجأة مشان الليلة رح أعمل الأكلات اللي بتحبها رح روح عالسوق شو رح تطبخي؟ عمفكر أعمل فطاير اليقتر ورح أعمل شوية زهرة معهم ورح أعمل جنبون فطاير بطاطا وفطاير سبق نخ كمان رح أعمل شوربة المشكلة هي ما بتحب اللحم بس لازم تأكلها مشان الولد رح أعمل شوربة عدس ورح كتر لها لحمة آه شبانة كتير هيك وعيبة ما لش خليها تأكل شوي من كل شي وعيبة أه أول ما تخلصي طبخ بعتيلي من كل شي رح تعمليه اه تكرم عيب عليكي يا الله منك كل شي جاهز شباب رح حط هدول هون تفضلي دارين عندك قايمة بأسماء شركات التجميلة اللي تعاملنا معها قبل اي جان بس هي على اللابتوب رح جيبه بكرة إذا بدك طيب أساسا نحن بحاجة لابتوب هون معك حق نحن كمان بحاجة مصمم لأنه أنا صار لي سنين ما اشتغلت بالتصميم وصار الموضوع صعب علي لأنه ما عندي وقت جيجي انت بدي تسأل ريهام عن أسماء الورد والأعشاب اللي بتستخدمها بالكريمات وكتب لي آهم برأيي انت سألها جان بيك حاضر طبعا تؤمر تمام تمام بما أنه الكل صاروا هون صار فينا نبلش الاجتماع طبعا سمعوني يا شباب مع النوقت للبرادة لازم نبلش شغل بسرعة على كريمات ريهام مش عال نعملها رخصة مفهوم نحن بلشنا بالبيع ونشرنا المنتج بشكل غير قانوني وبسعر كتير رخيص لا قدارين خانوا ما بيصير هيك معقول تبلش الاجتماع بالبهادل هالشي مو مقبول إذا بتريدي ركزوا على الكريمات يا شباب يلا طيب جان يلا فينا نبلش كل واحد يشمل الكريمات ويكتب رأيه عنه وملاحظاته الشخصية يمكن تكتبه بشو حساته أو شو مشاعر كان وشو تذكرته مشاعر وطبعا بعدين رح تحكيننا عن العطر رح نمرقون على الكل بريحتك بريحتك الحلوية اللي بتضل معي كل الوقت ولي همك أربي لا ما بيصير تضل ساكت هيك جان لازم تحكي لنا بشو حسات جان بيك في طاقة كتير غريبة هون أنا أكيد رح جن ريهام 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 ليكي لو سمحتي ريهام خلينا نتبادل بالمحلات تعي لهون ريهام خلينا نبدل محلاتنا بدي يحكي معك دارين خانو برافو عليك عن جد غريبة خليك هون طاقة كتير غريبة ايه مضبوط ايه مضبوط جان بيك عطينيها خليني يشم ريهام هاي كأنها ريحتك بس كأنه مختلفة شوي شو السبب؟ لأنه كل عطر بتختلف ريحته من جسم للتان يعني هل العطر في إله ريحة معينة وكمان جسم الشخص اللي عم يستخدموا إله ريحة ولما منحط العطر بيتفاعلوا مع بعض وبيعخوا ريحة مختلفة لهيك لما تشتقل حدا قصدي لما تشتقل ريحة حدا ما بيكفي إنك تشم ريحة العطر اللي بيستخدمه مضبوط ريحته كتير حالة هدا شو مكوناته؟ في شوية لحمة جي جي زهري البردقان والعنبر مضبوط وكمان بقلبها حطة بزور المشمش والزنجبيل مضبوط حكي؟ مضبوط برافو موزو زنجبيل بس أنت من وين عرفت؟ يعني شلون قدرت تكتشف؟ قلنا لشوف من الشغلات اللي تعلمت بغينية الجديدة قوي حاسة الشام عندي شكل غينية الجديدة فعدتك أنا ما كنت بعرف كيف كنت من قبل بس أنا هلأ شايفة إنك كتير زكي ومثقف عم تحاول تمدحني من شأن توقعك؟ والله مضبوط تمام بما أن الكل سجلوا ملاحظاتهم هلأ رح ننتقل للعطر واللي رح نعمله هو أنه رح ننقسم لمجموعات كل مجموعة مكونة من شاب وبنت وبعدين البنات رح يشموا العطر الرجالي ويحاولوا يقيموه والشباب رح يشموا العطر النسواني ويقيموه كمان تفضل يلا ساري شمي أنا ويا شو ملاحظاته؟ روئي شوي مارتي الحلوة جاهزة؟ تعريف ما عم أتعود إنك تناديلي مارتي بس بحبها كتير منك أمير أنا عم فكر بشغلة نحن حابين نروح على درس الفالس بس شو رأيك نلغي؟ يعني لأنه مصاريف زيادة لا حبيبتي قلنا زمان عم نحلم بهالشي بعدين أنا رح لاقي شغل أنت لا تشغلي بالك بهالموضوع مثل ما بدك يا الله أنا متوترة كتير مو مصدقة إنه رح نبلش متحمسة بس خايفة كمان حتى بتعرف حس أني ممكن ما أقدر أرقص لا تخافي حبيبتي وسقي فيني بس وسقي أوه شكلنا كتير رح ننجح بدروس الفالس عن جد؟ طيب شو رأيك ما نروح؟ أكيد لا ما رح روح درسنا الأول أمير أصلا مو مصدقة إم تنروح طيب ماشي أنا رح أعمل إسبرسو قبل ما نطلع إيه طيب بشوفك تحت حبيبتي أنا خمس دقايق ونازلة طبعاً الروايح مرتبطة بالذكريات ومع إنه ما ما نلاحظ هالشي بس هي بتأثر على حالتنا النفسية مزبوط وطبعاً الزاكرة الشمية قوية والحقيقة الروايح مو بس بتخلينا نتذكر بتخلينا نعيش ذكرياتنا من جديد أفضل مكان نحط فيه عطر فوق المعصم بإيدنا لأنه فينا بدو هيك بتظل فايحة الريحة حطوهم فوق الشريان مباشرة شم ميني؟ هيك خلاص بكفي بقى الريحة الأولى اللي من شمها هي مؤقتة يعني ما بتطوّد أصدي بتكون ريحة المكون الأساسي بس هي الريحة بعد كم دقيقة بتخفه بتتلاشى لهيك لما تختاروا عطر يعني قبل ما تشتروه لازم تستنوا شي عشر دقايق بعد ما تحطوا منه لأنه إذا ما نطرتوا عشر دقايق رح تكونوا أخدتوا قرار غلط لأنه نقيتوا عطر كون بسرعة حلوة بدنا نستنى موسيقى أنا جود مد إيدك شوية سمحت شمعي شميني الريحة مرة تانية يلا مرئي لي خليني الشم ما شو خسر عن أنت عاجل ما فدعي تشمية كمان لو سمحت لزو خلينا نمشي يلا دا خلي أنا امشي إدامي لشو طيب ماشي أنا راح دقل جيها حبيبي حبيبي تعي لعني يلا تعي في مفاجأة حلوة لإيلك تعالي شو هي هليني غمضلك عيونك أم نروح على المطبخ مع بعض شو القصة؟ استني إيه بس أنا هلأ ما عمشوف أي شيء أمير خلص أنا عمشوف هادا بكثة يا الله طيب مثل ما بدك راح دقل واحد اتنين لحظة إجيت أمي أمير إجيت أمي لهون خليني أفضلها والله تحباني كتير محاسي برجلي من التعب آه أمير إحتي لحالك هاتي عنك هاتي لا بنتي لا تحملي شيء إنتي أمير بيحملهم هليني أحمل عنك بك عمي؟ شو هاد؟ ما شاء الله الله يقويكي آمين شو هاد؟ هذا زوجي الغالي اشترى لقالب قطو شوفي ما أحلى آه والله زوجك طيوب وكنا راح نشرب قهوة سوي لا تشربي ممنوع تكتري تعطف معه ولا تكتر كمان لازم تضحي مش هانا فهمت؟ ليش؟ ما فهمت ما بصير تشرب قهوة كتير ممني حيلك بشان صحتك حبيبتي ما أنا صحية أبداً لهيك بلاها خففي أمي انتي كمان شربتي كتير هلأ بتأذي حالك لا تخافي كتير طيبة نحنا لازم نروح بل كي كان في عجقة على الطريق بلا ما نتأخر أمي استنوا لا تطلعوا قبل ما تعاكلوا استنوا ما قول تروحوا بلا أكل صحة وهنا مرت عميه صحتان وهنا أمي مبيني شهيتك مفتوحة على الحلو اليوم أي طبعاً هلأ هاي أيامكم الحلوة طلعوا ومبسطوا قدما فيكم مبسطوا ماشي يا روحي جاء الأصعب ووقتها رح تبكوا على هالأيام لأنه ما بقى رح تقدروا تطلعوا يلا روحوا ومبسطوا بقاتكم يلا حبيبتي امشي يلا صحة وهنا باي أمي سلام حسن مزعجي يسلموا يديك صهري الغالي يسلموا تعو خلصوا العشر دقايق أخدت القرار خلصوا العشر دقايق استعجلوا شوي مرة عشر دقايق تعو فوراً مرة عشر دقايق؟ تعالوا امني يلا خلونا نكمل كيف كانوا العشر دقايق معاك؟ بيان شي ناح كتير منقدر نبلغش هلا أين وقفنا؟ لك رشيت شوي على شعري وبعدين خلصوا العشر دقايق ايه قرشوا شوي شبك شو لايك ترش العطر جوا تمي كمان؟ انت قلت شعرا لا رشي بيبانه بيروح بعد عشر دقايق طيب أنا رشيته لأنك قلت عشر دقايق نسيتيني شو بدي أحكي؟ استنيت عشر دقايق قامت اختفت الريحة بس انتبعت على شغلة مهمة لحظت اهتمام من الجنس اللطيف هذا العطر ذي ناسب يلي ما بياخده اهتمام من الجنس الثاني عم تفهموه؟ لك انت شو هاد الحكي السخيف يلي عم تحكيه؟ بصراحة أنا صعبة تأثر بها المواضيع هيك ببساطة وبسهولة ايه تمام؟ مو مصدق مو هيك؟ صعب تستنى عشر دقايق؟ لا لأنك طلبت هالشي طيب الريحة اللي عم تشموها هلأ هي الطبقة الوسطانية بس تختفي ما رح يبقى غير الطبقة الاخيرة وهي الطبقة اللي بتندمج مع اجسامنا بشكل احسن ومع بشرتنا الحقيقة هالطبقة هاي بيسموها قلب العطر ما كنت بعرف انه اسمها قلب العطر بنوب لنشوف رأيك بالطبقة الوسطانية طيبة ايه فعلا بيسموها وانا كمان بدي ما رشيتي هون تمام تمام ايه بيكفي شكرا كتير شكرا لكم بما انه مروا عشر دقايق نحنا نشكركم كتير ايه اعطوني ملاحظاتكم وافكاركم ومشاعركم وبالمناسبة خلونا نفكر باسم للعطر جيهان لهيب الحب او مطر الحب لا 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 هذا اسم تقليدي خلينا نلاقي غيره لا لا خلاص لهيب الحب ايه طيبة وهي ورقتي شكرا وهي ورقتي شكرا غيس شو عم تعمل هون انت ريهام لو سمحتي ممكن نحكي شوي هدا شو جابه هلا بكل محل بيطلع هالزلمة مع اتحق جام بيك شو رأيك روح واضربه هم؟ والله هيك جاي على بالي روح واضربه لهالزلمة لاني مو طايقه مع اني مو واسق اني بقدر اضربه بس اللي من وين بدي بلش بضربه على حنكه بجرب حظي برفع ايدي هيك وبضربه على وشه لحتى يتشوه وشه شو رأيك؟ ليش اجا وشو عم يعمل وعلى شو ناوي؟ رح اعرف كل شي انت لا تقلق ولا يهمك فيك تتركه علي انا بيهتم بالموضوع كله بعد لي ما بعرف حاسق اللي وفيش شي رأيك شو رأيك؟ ريهام ما حبيت احكي قدام كل اللي قاعدين منقدر نلتقى بعد ساعة عند الشاطئ؟ منحكي هون لانه انا كمان بدي يقلك شي لا اه لو سمحتي منحكي عند الشاطئ ايه؟ ماشي غايز طيب بعد ساعة عند الشاطئ طيب جي جي شو عم تعمل هون انت؟ اعتشت بدي اشرب مي مو هون المي بالمطبخ اه عنجت مو هون المي بالمطبخ كنت عم بدور على بير مي اللي اشرب منه ولهيك جاي بالكاسة بيدي لهون ما قدرنا نركز وتشوه شمخي لو لهيك كان خطر لي اني روح عالمطبخ ونحنا عم نشتغل هون وهالأحديث الجانبية السرية ما بتناسب مكان شغل ابدا بصراحة لهيك بلاها لو سمحتوا ريهام متل ما اتفقنا ماشي ماشي اطلب لك تاكسي منشان توصلك جي جي امشي على مهلك بدك مي مو؟ لا ما عادت عطشان راح العطش ايه اه اتاقلمت يعني ما عاد جسمي عطشان اتاقلم مع الوضع خلص انت هنا يعني بقدر ضل ثلاثة ايام وعيش بدون مي اللي لي شو حكيتي انت وغيس قولي هذا الشي ما بيخصك انت عم تتجسس علينا لهيك سكوت جي جي سكوت عن اي تجسس عم تحكيه عزيز مادام ناريمان كتير حلو هالمكان بيفتح النفس ما هيك؟ فعلا كتير حلو هلاum انا عم فكر بخطتك شو رأيك راحت avanzح يا ترى؟ ممممممم?", نحنا شو عم نحاول نعمل , يعني عم نحاول انه نجمعهم مع بعض صحيح مو هيك؟ ممممم ممممم صحن هه لانو بيقدروا انه يكونوا سوا لانو وقت يشتمعوا وما فينا نتركهم مع بعض لوحدو وما بتلاحز انو دايما فيه شخص ماهم عم يكون موجود؟ صعب اني لاحظ لاني انا ما عمشوف غيرك ايه بس وقت اللي بيجتمعوا سوا هنم بيضلوا عم يتقاتلوا شو بدنا نساوه؟ قلت عم يتقاتلوا؟ متل ما نتقاتلنا احنا ممتاز يعني لسه فيه امل هيك بنتطمن صح لأنه الوضع رح يكون سيء إذا ضلوا ساكتين صحيح كلامي؟ أكيد صحيح اهيه وبالحالي هي شو بدنا نساوي؟ مناخدهم ونحطهم بالغرفة نفسها ونخليهم لحالهم؟ لا أكيد مو معقول نساوي هيك فهمت يمكن منقدر أمير نحنا مو كنا رايحين عدرس الفالس؟ ليش إجينا لهون عمدينة الملاهي؟ بس لسه في معنا وقت حبيبتي بدي واحد منها ايه تكرم صدع شكرا معواضل صدع لي أمير انت بتجنن حبيبي؟ خلينا نقعد شوي حبيبي هم؟ تعرف انو ما بتذكر اخر مرة جبت فيها هيك بالون؟ كنت صغيرة لهك ما بتذكر كتير حلوين وهنا نعم يلعبوا هم؟ معك حق حلوين والطفولة مرحلة بالجنة والولاد بيأخدوا العقل ايه حبيبتي انت عفوان حبيبي ايه مديري عميد تصل أكيد في شي ضرورة ايه لا بسيطة شوفي شو بده لا تنسى شو كنت بدك تقلي راجعت لك مع شي ما بطول وليه لك اه نعم متحك بك ام لا معني بالشركة هلا طيب إذا مهم بجي مالش تفتح لي يا لحظة لأفتحه اه فضل صحة وغلق شو حلو لك حبيبي بدي تعذرني انا متطرى روح على الشغل وقتركك عادي حياتي رح وصلك عندي شغلة صغيرة بخلصها بسرعة وما بتأخر على درس الفالس ماشي هدا وعد بعدها ولا يهمك قومي خلييني وصلك طيب ماشي بالمناسبة كتير كنت انفخ بوالينه بظهر ميزي ما بقدر اتحمل اكتر هنين اتنيناتون رفقاتي وأنا حاسس بشي بس ما عندي معلومات بندوب شوي الي مقدر تتحملو خبرني هو سرشي احكيهل بتعرفو جيجي خبرني لا تقول سر legitimate جيجي كذلها سمحة أحكي، شو بتعريب؟ إلي هلا شام بده يروح ولا رح يبقى هادا الشي مهم؟ ما على فكرة هادا السر رح يتعبك كتير يا جيجي رح يقتلك أحكي لترتاح شو هوي؟ إيه شي مومي حكمي؟ كلمتين، إيه يلا لا نبلش فيون، أول كلمة كأنه شخصين من فيلم أو مسلسل إلي طيب غاندالف ولا دمبلدور يعني؟ عكاز عصايا شجرة شو؟ عرفت، أصدق غيس؟ غيس؟ شايف شر؟ بعيونك في شر خطير وكبير يا جيجي مبين والله، غيس هادا بده يعمل شي مومنيح بده يعمل شي بش عم هيك؟ البندوقية؟ آه، الشاطئ؟ إيه قريباً من الشاطئ أصدق؟ طيب خليني ركز أصدق غيس عالشاطئ عم يخطط لشغلي خلاص، فهمت عليك؟ فهمت القصة هادا خاتم؟ رفت، خليني قوم أصدق إنه غيس رح يعمل شي خطير وهالشي رح يأثر كتير على رفقات تتنيناتهم خليني أهلأ نخلص من هون ونروح عالشاطئ بالما تصير مصيبة إيه، إيه، لا تخاف مو طبيعي هالمخلوق هاد، بيطلعنا بكل مكان ممتاز، كتير حلو وأنت يمسك النير؟ أنتو عم ترقصوا بطريقة حلوة كتير بس خليكن عم تمشوا مع الموسيقى سمعت نسجموا مع رأسها تلقائياً ليلى؟ نعم حبيبي لسه بدي نسخة تانية منك كيف يعني أمير؟ شو ليكون ما بكفيك أنا؟ لا لا، مو هيك أصدي أصدي حبيبتي إنه أنا بدي منك نسخة تانية صبي أو بنت مو مشكلة شو ما كان عن جد ما بتفرق معي بالمرة بديها بيشبهك بالصفاته وعنده عيون حلوة مثل عيون هيك أمير؟ تتذكري وقت وافقتي على زواجنا؟ إيه، أكيد أعطتيني ساعات الدنيا كلها لهيك بدي إسألك سؤال تاني بتوافقي؟ يكون عندك أولاد صغار ويحمل قسم ديفيد شو ما، شو ما طبعاً أنا جاهز حبيبي شكراً 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 لكم بطير شكراً لكم طيب فيكم تتابع الرأس يا جماعة حبيبي، كان بدي أحكي معك بيه الشي من زمان بس فكرتك ما أناك جاهز لهيك ترددت إني أفتح الموضوع وأحكي معك فيه لو خبرتني يا روحي كنتي عرفتي إني جاهز تمام يلا خلينانا الرأس يلا أولاد صغار من عائلة ديفيد حلو كتير أنا بهنيكم من قلبي وهلا عندي لكم هدية هي دروس رأس مجانية أنتو تنين إن شاء الله تظلوا مبسوطين وعم ترأسوا شكراً كتير هذا لطف كبير منك عزبناً لا بالعقس كاملوا رأس موفين أكيد رأسوا أكيد رأسوا خليكم لأدام تمام، هيك منكون خلصنا كل التجهيزات الأولية وما بدنا ننسى نتشكر المنتجاريها كل الشكر لإلها نحنا بلشنا نصنعه بشكل رسمي علامة تجارية وماركة للكريمات ألف مبروك لكم كلكم حلو مبروك للكل شامبك، شامبك، فيش أبتي لك يا هلأ هلأ أنا راح روح ورحل الموضوع لا تقلق كل شي تحت سيطرتي أنا ايه، تماماً؟ لا تركلهم تركه علينا ترجمة نانسي قنقر ذلك؟ ترجمة نانسي قنقر على صارació كيف ما كان وبسرعة وقتها تحمست بس هلأ لازم أعمل هلشي على أصول ما بقدر أنزل على ركبتي غيس هلشي مو ممكن نحنا بالأول لازم نحكي ريهام 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 وقفي دقيقة شو عم تعمل؟ وقعتوا بالغلط حلو في أكل هون خلونا ناكل مو ناقص على الطاولة غير بريق عصير يمكن غيس بيك شربوا كله قررنا أنا وجيجي نعمل جولة بالغابة ونتفتل أهم شو صار معنا؟ فتحت شايتنا على الأكل بسبب الهوى اللي نضيفي اللي هنيك صح فعلا صدفة حلوة كأنه هلأكل ملحو كتير شوي طلبنا خبز من زمان ما جابوا لهلأ ما عد نجي لهون مرة تانية يا مظفر معك حق ما بدير أكل رز وماكارونا بدون خبز هلأ هذا لحم بار ولا سلطة هون؟ شو نوعه؟ يعني فينا ناكل منه؟ إللي لشو؟ ريهام الأحسن أن يروح من هون قبل ما أعمل شي بكرة أنا بمرق عليك لأغدك مشان الاجتماع دائutos هك من بعد الحسن هي مفجcribing ريهام الذية ينتم بش secondary لا أنت ممتاز أنت ما في منكن وأنت أيضا ليلي شو هو أجتمع بكرة؟ كنت معين تروحي معه؟ في كاتب بحبه كتير وأقول بدي يشوفني ممتاز أنا رايحة أمشي شوي متجننو والله يلا خليكي متفالي ولا ضيعي وقتك أبداً حلو ممتاز لنكمل أكيد ليك موزو وصلنا بالوقت المناسب أنا وأنت فريق مميز كتير ليك ممكن تعطيني الملح؟ لا الأغنياء ما بيستعملوا بيخافوا من ثلاث شغلات بيضة الملح والسكن والطحين كمان إلي كيف كان يومك؟ والله يومي كان حلو كتير متل ما بتمنى مرحبا معاك مي لأنه سيجيب مي يستمو ريهم آه مرحبا مرحبا أنت عم تشوفي مثل ما أنا عم شوف؟ أيو أنت شايفة كمان اللي أنا عم شوفه؟ اركضي يلا اضرع بعضي اركضي شوفي يلا 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 تعالي منها الرهاب لا أنا رح روح منه هاني لا توقع توقع لهذا اليوم ما صحة لنا فرصة نحكي الظاهر ما أناك حابب وجودي هون الحقيقة أنا ما بعرفك منيح بس الحكي اللي سمعته عنك ما كان في شي منيح أبدا شكلك أنت وغيس رفقات ايه صح ما شفت منه شي ممنيح بس إذا شفت وقت بغير رأيي بعدين ما سمعته أنه هو بيزعج حضر من اللي حواليه حلو أنا بحب الصريحين وأنا بشوفها شوفها ماشي عنجا تصدقني هذا كان أحلى درس بحضره بحياتي كله كتير مبسطت فيه والله على فكرة أنت كتير سهل الواحد يفرحك أنا أكتر رجال محظوظ بالعالم وأنا أكتر مرة محظوظة بالدني ليلى قل لي حبيبي أنا رح كون قب منيح ايه ممكن إذا بطلت تكون مدلل يمكن تغير يعني أنا كتير مدلل ايه مدلل كتير مدلل بس دلالك جذاب وأكابل وكمان زكي كتير وشخصية وحلو شايف شايف هاي النظرة تماما اللي عم إحكي يا أمان لا هيك برأيك طيب انت بيه وأنت عم تمشي هون ايه شفت قدرت أتعلم من أول درس لازم يكون ابننا مدلل وانت مدللة بما أني أنا مدلل وكمان رح أعمل كل شيء ابننا بده ياه بعدك ايه والله يا ريت والحمد الله أنه أهلي موجودين ليساعدونا وما رح نكون لحالنا بهالوضع كل يعده ايه صح أهلك موجودين منيح ليلى صار الوقت لحتى ننتقل على بيتنا أنا لسه ما حملت ليش العجلة حبيبي ايه بس بجوز تحمي عن قريب بس أنت معاك حق لأنه إذا صار عنا ولاد الأحسن نستقل ببيت خاص خلينا نبلش ندور على بيت حلو ومناسب تعريف هلأ تذكرت أنه كان لازم أحكي مع ريهام خليني حاكيها هلأ شو رأيك حاكيها هلأ ايه هلأ ايه ماشي اتصلت فيها وأنا كمان رح أتصل بأخي عنا نفس المهم اللي كان أنا وياكي أخي كيفك؟ أنا منيح مرحبا أختي كيفك؟ أنا منيحة ليلى شو عملتي أختي حكاتي مع غيس شي؟ شو حكت ريهام مع غيس ولا لا؟ لا ما أبزن هو رح حاكي ايه ليش ما حكاتي شو ناطرة؟ ليش ما حكت؟ ناطرة مو ناطرة شي أبدا أختي ليش لسه ما رفضيت؟ بس أنا طبعا رح أرفض و جان؟ و ريهام؟ هو ما نسائل أبدا حتى لو طلبنا منه يكون شاهد على العرس ما رح يرفض لا هي ما أنا مهتمة نهائيا بشوف فكر أو حتى بحس أصلا هو رايح ما رح يطوي ما رح روح أنا حضل هون ايه ثهمت عليكي تعرفي شو بتوقع ريهام؟ أنا بتوقع أن جان مفكرك رح توافقي على عرض غيس وتقبلي فيه لهيك هو ما حكى معك لحت هاي اللحظة يمكن هذا سبب تطني شو؟ يعني إذا أنت مفكر أنه ريهام رح تتزوج غيس أنا ما بتوقع لا مستحيل صح أنا وياها ما رح نكون سوا بعد هلأ بس أكيد ريهام اللي بعرفها مستحيل تكون مع غيس طبعا مستحيل بعرف ما رح نرجع أنا وجان وبعرف أنه رايح بس بأكد لك إختي هو بيعرف منيح أني مستحيل كون مع حدا غيره آآ طيب بشوفك لك يلا باي إختي كوني منيحة أنا بحبك كتير هدول اتنين مجانين حبيبتي ولا ما نحكي عنه لأنه دايماً منتوكتر بس نجيب سيروتون خلاص، انسي القصة هلأ أين؟ ああå ni انجد معك حق حبيبي ما بقى أحكي شي عنه الشو كنا عم نحكي؟ انت قلي لأ أنت قول كنا عم نحكي عن الولاد آه أنا واسقا فيك عزيز انت رأتكلم بسرعة أبيض نحن فينا الحلة آه نعريمان خانم أهلا وسهلا شوفي شو نصها ما في شي ما في شي لكي هي بتكون بنتا لسوزان نعريمان خانم جايبها البنوت هالأمر معك يا الله ما أحلاها ايه؟ رح تبقى معي هالليلة بس خبره انت عزيز لا انت ريهام بنتي أنا وعزيز عنا هلأ طلب صغير منك لو سمحتي طبعا تفضلوا ريهام حبيبتي بصراحة من زمان وأنا حابب أخذ نعريمان على العشبشي مطعم ومسهر سوا بتقدري قدي ربالك على البنت بدالنا الليلة لحتى نرجع اهتم فيها ايه إذا ما في مشكلة انا ما بعرف ولا مرة اهتميت بطفل صغير لحالي ما بعرف بسيطة ما بدا شيء بلا جاء هل بنت؟ هادي ورايقة كتير المسه بالطعمية وبتنام يعني ما بتعزبك نهائيا وما بقبت فيه إلى الصبح أنا اهتميت فيها كذا مرة وما بتعبك أبدا بوعدك به الشيء أبدا عزيز أنا كان بإمكاني إني ألغي الحجز لو ما اتصلت بناس مهمين وشخصيات كبار والحجز بمطعم مشهور بس إذا ما بدك يعني خلاص قولك عادي ما رح تثبت نحنا عم نصرع عليها خلاص بلا هاقش نروح بس لحظة انتم فكرين ما بقدر اهتم فيها؟ لا لا أبدا مو هيك نحنا ما فكرنا بأي طريقة إشو هالحاكي هاد شو في هاي القائمة؟ كتبت فيها كل شي بتحتاجي بلش بقراءتها من فوق روئي شوي يلا ساعدني حبيبي شو في حبيبتي؟ هون في الحفوضات اللي رح تزال شب ضرورية لأن هاي ترشي رح تحتاجي الليلة مع المشي هاي رح نحفه كمان شفتي وين؟ ببرونت الحليب موجودة هون والمحارم هون إذا حتشتي أي شي تصلي بأي حدا فينا فورا لا تترددي أبدا ونحنا رح نجي لعندك فورا ما هيك حبيبي؟ ما هيك حبيبي؟ لا هيك لا تخافي إما بتعرف إنه عندك وبتوسق فيكي متل ما بتوسق فيني بس بتعرفي ألأ الأم لهيك رح حط هاي الكاميرا بمحل بغطي الغرفة كلها مشان إما تشوفه وما تقلق عليها أبدا لا هيك لا تفهميني غلط بهالتصرف ماشي؟ شو القصة خلية تشوف بنتها بالنهاية هي مضبوط حبيبي هي صحيح بس اسمعي إذا ما بتقدري أحكي ما متعلم منك أبدا رح تراهون المكان مناسب لا عادي أنت أدى يا بنتي وأنا هيك كنت متوقع تقدرت توسق فيني؟ هي صح معك وهذا رأيك كمان هي الحفوضات الحفوضات أهات عنك بس ما تعملات حبيبي تريهام ما بتعرفي قديش حبي أشكرك لأنك وقفتي معنا اليوم وعمتساعدينك يلا نمشي عزيز تأخرنا بالإذن نمشي لكن عن إذنك باي يلا باي باي بسطو بالسهرة بسطو ايه أكيد يلا باي 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 معمل طويل لا باي آه عم تبكي البنوتة تغير لها الحفوضة عزيز بايك طيب واااااااا quê كل الغراب البنت بالشنة ايه بعرف هالشي آ آآ خلي إيديك نضاف دايما إيديي نضاف أصلا إذا بكيت به البنة كثير شو في الحفوضة وبدلية ايه ماشي خدي بينتي يلا يا روحي يلا بنتي اسلم أنم لازم تعكلك أمية أكبر هلّا أنا بااكل أكتر بدلة يسلموا إيديك يمرت عمي لا انت فهمتني غلط هي يلي لازم تعكل أكتر ي ما قصدي أنت قصدي هي اي وانا؟ امي انا عم اكل مثل العادة لشكل هاي الكمية ما فهمت لا هاي امك معها لازم تفكري بالمستقبل اكتر ما هاتفيني خبيني هات هاد بيتخبى شي اكيد لا كان لازم تخبري اهلك معقول تخبي علينا ايه هدول جرع باطلة البابي مو ايه امي ما عم صدق حسعتك شو قوي قليلي كيف هاك انتي مرة بتجنني امي اليوم حكينا وقررنا نجيب ولد كيف عرفتي بهشي وخيطتي الاجرعبات كمان يا الله شو حلوين فعلا كتير حلوين بس عندي سؤال لأليك انتي كيف عرفتي يعني انتي مانيك حامل وما فيشي هلا لا ماني حامل يعني لهلا ما فيشي ان شاء الله طيب بس انتو قلتوا انكن عم اتخططوا لشي يعني شو هو ممكن نعرف شو ايه ايه عمي نحن عم نخطط لنعيش ببيت لحالنا لحالكم عمي عمي مرت عمي شو صار بس صحتانو انا نحن بشغلتنا الداياء وكتير مننا كتير الداياء ومعون حق مساكين شوف شو حلوين هدول ايه فعلا كتير حلوين موزو شو مش الحال اه ما قدرت اوصلهم كأنو في مشاكل بالشبكة هلأ لانو ما عم يلقوط اه طيب شو هي عمي شل دي قدرت بطيق طول بالك شوي عمي شو عمي صير بعد لشوف تركو خلص خلص موزو سكروا بقى استنى جيجي اما اتأكد اذا في اتصال بالانتر اه ناري مان خانو شو اما للبنت موافقة مو هيك لانو البنت صغيرة كتير وامانة عنا وما بدنا يصر لشي مومنيح بعدين لأ معقول هالحكي يعني داري انا كم مرة قلت لكم اني خبرت اما واخدت ازنا معقول خبي هيك شي بعدولي شوي انا بحلة شو هادا اللي عم تساوو احنا ما بنقدر نرائب حياة الناس الخاصة هدول رفقاتي والله عيب ما بصير هالحكي شبكون عن شد مو معقول شو هات جيجي بيك نعم شو هام نعمل نحنا عامل رائب رفقاتك ايه لا 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 نحنا عامل رائب البيبي الصغيرة هون البيبي ايه وليش ليش لحتى نكون عندهم خلال عشرين ثانية اذا بيصير اي شي معهم بعشرين ثانية جيش كتير مني لأ نحنا نوصل بثمنتعشر ثاني انا حسبت كم ثانية بدنا لنوصل لعنده بدنا نهتم بالبيبي الصغيرة لهيك زبطه يلا خلصتا يلا بقى ما بدانك خلص انا بوصله بسيطة ضعب يعرف طيب ماشي لنشوف حبيبتي هلأ عن جدلة صغيرة ما بتفيق بالليل لأ كل الليالي اللي كنت معا فيهم كانت تنام لفترات طويلة طمن عزيزية بنت كتير هادية ولطيفة بس ما بعرف بالأخير هي طفلة وما بعرف كمان يمكن تفيق هالليلة قولوا إن شاء الله ايه إن شاء الله بلا هالحكي فكروا بايجابية بلا هالسلبية ما بدنا نعطي العالم طاقة سلبية حوالينا كله إيجابي فكروا إنه خططنا رح تنجح كمان إن شاء الله وإنه بحجة البنت لصغيرة سهاتة هنه رح يقعدوا سوا ويحلوا بشاكلهم كلها مزبوط مزبوط شو مشيت الأمور؟ عم اشتغل بدي شوية وقت يلا حبيتي صار الوقت تتصلي بجال بس أنا موبايلي مو موجود معي تصلوا بحكي معه يلا ترجوه علي ما عم اشتغل لأنه مو عاملين أبديت شو رد؟ هات هلا بيرد شو سكتوا؟ ألو؟ رد؟ ألو؟ مرحبا جان أهلي لنا ريمان خانو أه بدي منك بس طلب صغير شوي هو أنا بمحل في زحمة كتير ومؤادرة أسمعك مني عم تسمعني ألو؟ 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 شو رد؟ إنت بالبيت؟ ألو؟ اه ممتاز حلو كتير! بصراحة أنا هلا ما عم بقدر اتوصل مع ريهام يعني عمليه تشل ألو؟ لا! ألو؟ شو رد؟ شو؟ والله ما تلمع أنا ماليدا ياك شو صلقك؟ معا شو رح إلك؟ تركت بابي عندها وكتبتلي على ورقة وعطيتها إياها كتبتلي اللي ممكن تحتاجه يعني متل ببرونة والمحارم والحفوظات بس نسيت إلا تتحضر الأكل لأنه رح عن بالي ويمكن تفيق البابي وزفاءت لازم يكون الأكل جاهز فهمت عليه شو عم قول؟ البابي؟ مين أصداك؟ خلق تروح عند ريهام ورح خبرك جاشي تفقنا؟ طيب، رح رح وشوفها حيار بمدخ فيها يا عيني مش رح هذا شو Fehر لازم أتبة ما تُحطر línea هتبة محن شاطئين؟ مسال خير عملتلكم أطيب شاي تد scratchedED شوفو متخمر ملح كمان ما رح تدقوه أطيب من هذا الشاي بحياتكم تفضل بابا شو بدي ألكن خلونا نحكي بصراحة متل ما بيعملوا كل الناس يعني خلونا نحكي كل اللي بقلبنا لا ما عندي شي أحكي بابا حبيبتي بدك تقولي شي لا وأنا كمان ما عندي شي أحكي لا تعملوا هيك معي والله بزعلي كتير عمي مرت عمي شوفوا شو جبت لكم جبت لكم مكسرات كتير طيبين بيشاهو ليش جبتهم ابني؟ أول عآخر رحصير اشتريهم لحالي أصلاً أكل نصهم هو جاية لهون عمي أكلت حبتين بس مو نصهم طيب هالبيت صاير عميزعشكن ما بقى عم ترتاحوا فيه شو هالحكي بابا أنت كيف خطر لك تحكي هيك معقول؟ رح يصير عندهم أولاد وما بدهم يعني نهتم فيهم وبدهم نجيبولهم مربية كمان لا وأنتي ليش هيك عم تحكي أمي؟ لا معقول يصير هذا الشي إذا جان أولاد أكيد رح يكبروا معكم أنا بس بدي ضل مع مرتي لحالنا نشوف أفلام ونسمع موسيقى كمان أصلاً أنا بحبة لابنتكم كتير بحبة كتير يا واهيبة شو بنا نعمل؟ بس لا تبعدوا كتير سكنوا قريب من هون بتوعدوني؟ اي منوع داك أمي منوع داك أصلاً أمير بهاليومين بديو يروح على شركة بوشلار لأنه هنه نرجعوا طلبوه مرة تانية ويمكن تجي وظيفة نحنا متأملين بهالشي إن شاء الله القصة مو بالمصاري بنتي القصة أنا نكون سوا ونعيش مع بعض وما حدا يبعد عن التاني ايه صحيح رح نروح أنا وليلة على دروس الفالس تعالوا معنا رح نخبر بابا ونريمان خانوا ايه ايه والله هالفكرة كتير حلوة أمير عجبتني شو رأيكون أنا برأيه رح تتسلوا هنيك موافقين؟ شو رأيك واهيبة؟ القرار إلك نهات يلا وافقوا خلص رح تجي هاي المكسرات أكلت شوي منهم بس لسه فيه ليسلموا ما بدي بس 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 ليكم وصي مرحبا أهلي جان تاخد لعقله البنت شو اسمها؟ كناز واسمها حلو كمان مين أبوها؟ هي بتكون بنت جارتنا ريمان خانم ممرضة وعندها منوبة مرة بالأسبوع وبالعادة بتترك بنتها عندنا ريمان خانم بس صار عندها مشوار مهم لهيك ايه فهمت هلا فهمت ايه طلبت مني ناريمان خانم خبريك بالشي قال إذا فائت البنت لازم يكون أكله جاهز فورا فإذا ما كان جاهز بظن رح تعزبك هي هي الرسالة أصدق الملاحظة؟ المعلومة تمام رح أضرب طيب بتشكرك كتير؟ لا لا أنا اللي بتشكرك طيب طيب رح روح ماشي بشوفك عم تدور على شي لا لا بشوفك ماشي بشوفك بشوفك نسيان شي هون؟ لا لا رايح تمام باي لك ليش عم يروح؟ لا لا وين رايح؟ لا تروح لا تروح رجع لمحلات رجع لا تروح واقف رجع لا تروح رجع 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 ممتاز وآخرا لبشوفك رجع 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 خلونا نشوف بقدر ساعدك إذا بتحبي ما نضل سواء لا ترجعنا ريمان خانو ممكن قصدي مثل ما بدك أوكي طلع ما بده غير مي مهم يعني هاي الوصفة مو صعبة بسيطة يعني سهلة ما بده كتير شغل ايه؟ خلينا نحضره كم مكيال؟ مكتوب كلشي مكيال واحد مكيال واحد هاي واحد تمام بس الصورة اللي على العلبة مو مناسبة مكيال واحد ايوه لازم نبردها شوي لان نصخنا كتير بتكون اه؟ مهم اه وكيف بدنا نبردها؟ تحت المايد باردة بسيطة 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 تمام ما في مشكلة تمام ما بردت؟ تمام انا جاهز جربيه على ايدي يلا شو سخناك؟ للا عم نزح حرارتها منيحة وشكلها طيبة كمان ممتازة خلينا نروح فضلي يا الله عزيز دارين؟ ماذا؟ جيجي طلعوا رح يأكلوا سوا نعرفوا شو هلا؟ جان ما رح يندم لانه أكل من أكل ريهام وتذكروا كلامي وانجاب ايه؟ طبعا ريهام اشتغلت على حالة وتعلمت الطبخ منيح صارت كتير شو وكانت تعرف تقلي بيضة معقول ايه بس هي تعلمات بعد ما نشرت بوليني كتابة الطبخة وحطت إدام هدف احتراف الطبخية بس تنويبت تعلم كل شي ومعروف انه تنريه لقلب الرجال هو بطنه وهي بتعرف الحكي كتير منيح لأنها زكية اهب بيقولوا هذا المعروف يتم ما يصير معهم وكمان ريهام عندها زاكرة قوية كتير نسخت لكتاب كله بعقلة زكية هلبي ايه بالفعل هاي ميزة من ميزاته كمان اه ايه ايه بتوقع كل شي رح يكون منيح الحمد الله الحمد لله اتصلت بجان كتير دقيت له كذا مرة ما كان يرد علي أكيد عم بخطط لشي شغلة وأنا ما بعرف شو هي لو شاف الرسالة اللي على موبايله أكيد كان يمكن اتصل فيني شي أربعين مرة في شي تاني أنا ما بعرفه هلأ اتصلي بجان مرة تانية تشفيلي على شو هو نومي بشان أعرف ارسم خططي ايه ايه ما عم برد علي وريهام ما عطتني جواب لسه ليش ما ردت خبر بشو عم تفكر أنا بس بدي افهم أنا واثق أنه رح توافق أكيد بس يعني وجود جان نزعلي مخططاتي غايس غايس ليك هاد الموضوع مهم كتير لازم نكون حزيرين ماشي ايه يعني أكيد ما رح يكون في علاقة بين جان وريهام بس إذا انت رحت وعملت شي لابني وقتا متأكدة رح تخسر ريهام كل العمر يعني أنا هاي نصيحتي أنا حزر نورا خانو متطمني وابنك أبدا ما بهمني سمعتيني بقى خليه بعيد عن ريهام نطلب الحساب أنا بكرا بدي روح لعند أمير وهو بيخبرني كل شي إذا بتريد لو سمحت بدي الحساب شو انت عملتك لهاد؟ غيرت كتير ام انا اطورت حالي كتير بهاي السنة وكيف طورتي حالك؟ واضح انه في تطورات مع غيس كمان يعني طالما عزب حاله واجه لهون ما بظن انك رفض طي مو؟ يعني هلأ بفهم من كلامك انه بدك يعني يوافق؟ الكل بيقول عنه شاب منيح وبظن لازم تفكري بالموضوع جان انت كنت تحب الأكل الحد ما هي؟ ايه بتعرفيني بحبه حلو كتير طيب ليش ما عم تقبلي؟ في شوية اللي بينا عاي ما بعرف يعني يمكن بعدين وافق عليه هلأ ما بعرف بس أكيد إذا وافقت رح أبعط لك الدعوة ما رح أنسى أبداً آه لا تواخذني لوين بدي أبعط لك الدعوة أنا؟ على البحر مثلاً ما حدا بيعرف وين رح تكون وقتها خلاص ما بقدر أبعط لك ياها تفضل هاي وصفتي الخاص صدوقة بتمنى تعجبك بصراحة المنظر بشاهي يلا رح دوق أكيد كل شي بتلمسي رح يصير حلو وطيب مثل هالأكلة ما عاش بتني هالخلطة أبداً بعرف إنه طعمتها بشعة اهدى شوي انت منيح؟ صر لك شي؟ شرب خلاص أنا منيح أشرب شوية مي لقيروح الحد أنا كتير بحب التوابل أصلاً بس برافو عليك انت شاطرة بتتذكري الكفتة النية اللي عملتيها المرة الماضية؟ بتذكر وقتك عنت نفس الطعمة برافو بس يا ريت لو ما اتبعت نفس الطريقة لأنه كنت حابب أكلها هلا واتهنى فيها بس ما إلي نصيب انت عن جد منيح؟ خلاص هلا أشرب المي وبعدين منحكي بس هاي محاولة اغتيال فائد بشكلها البنت جاعة شو فيها بتاكل يا برا؟ بداكن طعمية يا برا للبنت جاربي طعمية من هالخبيصة بركب تتعود على الحد من هلا محطتي حد فيها مهن؟ تفضلي بساعدة تمام اطلعي أنا على طول رح أعملك يا برا وطعميك يا قصدي وقتك بري يعني مو هلا هي جوعانة ما عم صدق أبدا أي نوع من الناس نحنا صرنا مو معقول قاعدين عم نرأي بحياة الناس الشخصية كتير عيب شو فيها يعني نحنا لازم نعرف شو هي السعادة يعني برأيك سهل الواحد يشوف السعادة الحقيقية هاي الأيام وأكيد سعادة الناس رح تخلينا مبسوطين متلون صح أوف أنا عن جد بدي أتشكركن كتير يا شباب كتير بتشكركن ليش شو عملنا؟ لا والله نحنا ما عملنا شي أبدا تعرفي شو؟ من هلأ ورايح ما في داعي نساوي الشي يبدو أن الأمور رح ترجع متل ما كانت إن شاء الله يا رب والبنت الصغيرة كمان عم تشرب الحليباني خلاص ما عموزه تاري خانوم خلاص لعادتك لبزر والترتيلي أصافي ما بدر واقف متعودة خلاص أصبحك لك هنغطيني شوي منك خان شكراً إليك بظن هاي أول مرة بأكل فيها بزر معقول ياه يا الله قديش بحبشك لو هي نايمة تعرف شو عبيت الله بطنة حليب بس ارتاحت بعد الأكل لهيك نعمت فوراً شوف كأنه غفيت جان شو صار؟ ليش رجعت فائت؟ شو عملنا؟ غريب شو عملنا لأن احنا بشو خربطنا ما عم أفهم شبها؟ ليش نزعجت هيك؟ فجأة شو صار لليش عم تبكي؟ ما عم أفهم شبها؟ تعرف يمكن لازم ناخدها على المشفى خلينا ناخدها يلا يا ربي خليني أاخدها شوي عنك بركي أخدت برد تعرف؟ لا والله كلامك طلع مو صح مو برد مو برد هات شي تاني جان شو رح نعمل؟ ها؟ يمكن في عندها مشكلة كبيرة أنا بظن إنه عملنا شي غلط بس شو رح نعمل؟ ما منقدرنا أخدها لعند أمه؟ طيب هاتيا يا حلوي يا أمورة وضع مو مني حابدة معلش أنا أحملها عنك شوي تمام ماشي حملها خدها يلا قيدك تحت راسها علمها لك علمها لك إيه؟ هاتيا يلا كيف هيك؟ ها؟ كيف هديت معاك؟ يعني نامت هلا؟ في إيه؟ ما في ضعي لهالحركات جان خلص لا عاد تطالع صوت جنبها نعمي؟ معلش ما تعملي ضجة؟ يا ابنت كيف نامت هيك؟ شو هاي عم تضحك علينا؟ بثلاث ثواني نعمي؟ يا أمري جان خلص ما رح اتخانق معك ابنو أصلا ما بدي اتخانق معك قدام الصغيرة معلحدة خلاص موسيقى المترجم للقناة 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 بس ما عرفتها أول ما أعرف مي بتكون رح خبرك فورا طيب شكرا كتير إليك رحكون ناطر لأخبار منك سلام سلام المترجم للقناة المترجم للقناة بابا أنا عن قريب بديروح بالياخت أبني أنت متأكد من قرارك بعد كل شيء؟ أبني أنت متأكد ما في داعي للتأخير أنت بتعرف أنا معك بكل قراراتك وراح أدعمك شو ما عملت لا تنسى شكرا بابا امشي أهلا وسهلا أهلين فيكي وين ريهام؟ ريهام جاي هلأ بعد شوي أنا رح خبره أنك أجيت تعالي قعد يلا جبت لك الكريمات ودارين بعطت لك كل أعلانات الكريمات الأديمة من شركتنا صاروا بالإيميل وفي عنا اقتراحات لأسم الماركة خلينا نحكي فيها وبركي إذا عجبك شي منها منخبر دارين؟ آه ماشي هاي كل النمازج اللي عبيناها مبارح أفكارنا ومشاعرنا وأحسيسنا وتوقعاتنا بخصوص الكريم كله موجود تفضلي أنسى ريهام موزو كتب شي 47 صفحة أو أكتر وكتب بخصوص زيارته لغينية جديدة هالقسم شو فيه بس شو هاد؟ آه ايه هيمكن طبعناها فاضية بالغلط موزو كتب موزو كتب ريهام غيسار هون شكلكون طالعين غداء عمل مهيك؟ خد جيجي يلا بشوفك لا تاكل هم جام بيك ريهام هلأ عنده غداء عمل مع غيس يعني بده تشوف كاتب بتحبه ورح ياكله سوا وبترجع بس تخلص يعني بتخلص وبترجع فوراً أنت لا تاكل هم رح ترجع امشي اه تمام أنا بعرف كل شي هون لأني بسأل على طول ودائماً بعمل تحرياتي الخاصة حبيبي ما عطتني رأيك بفستاني يلا بسرعة يلا بسرعة امشوا لأشوف خلونا نروح من هون أحسن مش عنا نوع إبلك تكسي كوراً ما في داعي وهيبي بدي أمشي مع كل الجو حلو نهادت نبلك تكسيك لا حبيبي ما في داعي امي كيف بدك تروحي معنا على المشفى وانتي ما بتعرفي أحد أهدي شو اللي حبيبي تروح مع كلهم بتعرف عليهم عادي شو بتمنسر ما حريف أهلين بابا ايه طيب ماشي بشوفك مع السلامة شو حلتها؟ شو بتكسيك؟ شو بتانبي؟ طلعوا طلعوا يلا بسرعة يلا بسرعة يلا بسرعة يلا بسرعة طلعي بنتي يلا طلعي يلا أنا نجيب تماماً امشي بحرك بسرعة أخي امشي بحرك بسرعة أخي انتبه على هوني انتبه على هوني وهي بيت باي باي تاكسي؟ ممكن تلحق هديك السيارة لو سمحت؟ موسيقى 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 المترجم للقناة شكرا وهلأ مثل معلتلكون يا شباب بدنا نعيد الخطوات اللي تعلمناها من قبل يلا ورجوني رأساتكن بلش يلا يا وغير حط إيدك على الخصري شير حلو ما هلأ أعملي مثلي أنا بعرف لأنه هيك بشوفهم بالأفلام وواو حلو حلو رخيح لك شوي وغير شد كدافك إذا بتريد حلو كتير لا تستعجلوا على ما هلكون دعستلي على رجل آسف آسف هلأ ريهام اسمعي أنا ما عرفت أعرض عليك الزواج مو هي الطريقة اللي كان بدي إياها غيس أنا بظن إنه ما سمعتني منيح أنت صديق بالنسبة إلي يعني أنا أكيد بحترمك وبقدرك بس مو أكثر من هيك بعرف وإنت هيك كنت بالنسبة إلي بس يمكن مع الوقت الوقت ما رح يغير شي غيس هلأ يمكن يمكن أحسن شي لقلنا نبعد عن بعض لفترة لأنه بصراحة كل ما نفتحها الحديث عم أتوتر هذا بسبب رجعت جان صح هو خرب كل شي على أساس أنت جاوزتي نسيتي هالشي أنت فاهمان كل شي بالمقلوب غيس الشي الوحيد اللي كان بدي إنساه واللي كان بدي إتجاوزه هو الوجع اللي سبب لي ياه ما بقدر إنسى جان وحبي لإله رح يضل عم يكبر لآخر عمري شي بزاعل جان تخلى عنك مرة وهلأ رح يتركك مرة تاني هو بديو يروح ما بديو يضل معي كيف همتي بديو يروح أنت عم تكذب علي ليش بدي تكذب بقى أسمعته عم يحكي مع أبو الصبح ما بتعرفي إمكان يكون هو راح هلأ شو ليلي ليلي شو بدك تعملي ريهام لحظة ريهام لوين رايحة بدي يضل لحالي ماني رايحة على الاجتماع خلاص اعتزر منهم يلا ألو لينا تعرفي وين جان ما بتعرفي معقول امتبهي ايه منختي خطوة صغيرة بس خطوة صغيرة ايه ومنرجع لورا بعد ما نعدل التلاتة لا تتركوا مسافة بيناتكن ما بصير يكون في مسافة كبيرة عمي خربت بالرأس أستاذ شو حكي معه خلي ينتبهي شوي راح نعيد من المتطير من سجمي شكرا لك أستاذ يمكن كنت متلبك شوي يلا يا شباب خلصنا ك什麼 كأني عمت علم بس راظه أنتم صغيرة و بعضين لورا شو كيف برافو عليكم اليوم تكون خلاص درسناك انتوا ممتازين ورأسكن حلو كتير برافو عليكم انا نعطركم بالدرس الجاي لانه عن جد انتوا شاطرين وموهمين ورح نعمل شغلات حلوة كتير ان شاء الله نلتقى الدرس الجاي انتبهوا على حالكم شكرا لوجودكم وان شاء الله موفقين شكرا 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 نحن ما عد نجي واذا ما بتعرفوا السبب لانه اذا ميرفة هربت من المحل وقتها رح يضل فاضي بس تعلمنا كتير شغلات شكرا كتير نترك نلعطة لها مع السلامة كأنه نهربوا ايه هيك شكلون ايه عجبكم الدرس حبنا كتير شكرا لكم على كل شي عن جد قضينا وقت حلو كتير وانبسطناه شكرا لك يا أبي يلا حبيبي نحنا صار لازم نروح يلا حبيبي أمير موبايلي عم برن حطت الياب جيبتك مين؟ ريهام ليش مين في غيرها؟ أمير ألو حبيبتي كيفك؟ تعرفي وين صاير ياخته لجان؟ أمير وين ياخته لجان؟ ما بعرف ليش؟ شو صاير ريهام؟ بده يروح بس هو قال لي ما رح يتركني أبدا ما بعرف شو عمل وما بعرف وينه هلا أنا رح جن جان ديفيت ما بيقدر يروح بعد هلا عم تفهمو هلحكي؟ ياخته بده صيانة بس وينه هلا؟ ريهام جاني على الآخر يمكن جان بده يروح عم تسأل عن ياخته وينه؟ هو قريب على بيتنا اختي الياخت قريب على بيتنا ريمان خانه ألو سكرت بوشي عن جد رح يروح؟ ايه بصراحة جان ناوي يروح بس كرمال يبيع الياخت ايه لكان خليني يخبر اختي ذو يا بنتي لا تقولي لشي خلاص تركيون هلا صار لازم يحلوا مشاكلون لحالون ايه صح تركيون يلا تعالوا لكان جان رح يبيع الياخت شعون شعون استنى شوي استنى لحظة لا 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 تعمل هيك اطلع وركز معي انت ما رح تروح على اي مكان شو ما سمعتني عمقلك ما رح تروح او تسافر لأي مكان اشتركوا في القناة